اهلا وسهلا بكل حبايب قلبي دكاترة اولى سنوي في مادة الاحياء بعد ما خلصنا الحمد لله كل الوراصة وعملناها كل لعبة فيديو واحد النعرضة هنبدأ مع بعض كده التصنيف بالرغم من ان الانسان يدرون ان يوصل لتسمية حوالي مليون وربعمائة الف نوع من انواع الكائنات الحية الا ان فيه علماء بيعتقدوا ان العدد الضخم ده هو عبارة عن 10% بس من انواع الكائنات الحية الموجودة على سطح الارض بسبب طبعا الملايين من انواع الحشرات والحيوانات الصغيرة والنباتات والحيوانات اللي بتريش في اعماق المحيطات كل الكائنات دي لم يتم اكتشافها حتى الآن وبسبب العدد الكبير ده من الكائنات الحية العلماء لدقوا لعملية التصنيف وبنانا على عملية التصنيف بيتم تصنيف الكائنات الحية في مجموعات طبقا لخصائصها المشتركة فموضوع التصنيف ده عامل زي ترتيب مكتبة مليانة بالكتب بنقسم المكتبة دي لمجموعة اقصام زي مثلا الاحياء والفيزياء والرياضيات والكيميا والجغرافية والتاريخ فلو مثلا ظهر قدامك كتاب جديد وحبيت تصنفه بتشوف اقرب حاجة ليه من الاقصام دي فمثلا لو كتاب خاص بالعناصر والعيونات والفلزات وكده هنحطه طبع قسم الكيميا وكذا فبقى كده عملية التصنيف دي هي ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب اوجه اتشابه والاختلاف ما بينها حتى يسهل دراستها والتعرف عليها وبالتالي كده كتاب الفلزات والعناصر ده لما نروح ندور عليه هنروح على طول على قسم الكيميا تلاقيه من غير ما تدور في باقي الاقصام وعلم التصنيف هيبقى هو العلم اللي بيهتم بتصنيف الكائنات الحية في مجموعات على اسس علمية فبقى كده اهمية التصنيف تلات حاجات اول حاجة بيسهل دراست الكائنات الحية والتعرف عليها ثاني حاجة التعرف على كائنات جديدة ويضفتها لمجموعاتها المتشابهة بحيث انك لما تشوف حيوان جديد اول مرة تشوفه تقدر تصنفه وتتعرف عليه بناء على المجموعات اللي شبهه فلو مثلا الكائن اللي انت اول مرة تشوفه ده شبه القطط والنمور هيدخل في تصنيفه تبع المنطقة دي ولو مثلا شبه الزواحف هنضيفه في المجموعة اللي شبهه من الزواحف ثالث حاجة هو ان التصنيف هيفيد العلوم التانية الفروع التانية زي الجيولوجيا وغيرها اول مصطلح معنا محتاجين نعرفه هو مصطلح النوع كلمة النوع يعني مجموعة من افراد لها نفس الصفات المرفولوجية والصفات المرفولوجية يعني الشكل الخارجي ايبا كده النوع هو عبارة عن عدد من الافراد لها نفس الشكل الخارجي وبتقدر انها تتزاوج بينها وبين بعضها وبتنتج افراد شبه بعضها يعني نفس شكلها وكمان الافراد دي لازم تكون خصبة يعني تكون قادرة على التزاوج وغير عقيمة النوع ده زي اي نوع بنشوفه في حياتنا نوع مثلا الكلاب ونوع القطط او غيرها من الانواع انما في شوية افراد تانية ما ينفعش نهول عليهم نوع لان الافراد دي مش بتقدر ان هي تتزاوج وبالتالي مش بتتكاثر ولا تكون جيل جديد من نفس النوع على سبيل المثال الباغل الباغل هو كائن ناتج من تزاوج انسى الحصان مع زكر الحمار وانسى الحصان ده نوع والحمار نوع تاني فبيكولولنا فرض الجديد وهو الباغل والباغل بيكون عقيم وغير قادر على التزاوج ولا التقاصر ولا انتاج جيل جديد وبالتالي منفعش اقول عليه نوع كمان من امثلة الافراد او الكائنات اللي منفعش اقول عليها اسم نوع التايجون التايجون هو كائن بينتج من تزاوج انسى الاسد مع زكر النمر وانسى الاسد نوع بزكر النمر نوع تاني فبيكون لنا كائن جديد وهو التايجون وهو عقيم وغير قادر على التزاوج ولا التقاصر او انتاج جيل جديد وبالتالي منفعش اقول على التايجون مصطلح نوع ومعنا كمان القامة وهو بينتج من تزاوج زكر الجمن مع أنسا النامة واللوبيون واللي بينتج من تزاوج زكر الفاة مع أنسا الأسد والولفن اللي بينتج من تزاوج زكر الحوت مع أنسا الدولفن كل دول ما ينفعش أقول عليهم اسم نوع علشان بينتجوا من نوعين مختلفين وبيكونوا عكم يعني غير قادرين على التزوج وإنتاج جيل جديد طيب لما جيب لك مثلاً تلات نباتات من شاب الليل أحد أظهرهم أبيض والتاني أحمر والتالت كرمزي وأقول لك هل التلات نباتات دول بينتموا لنفس النوع؟ هتقول لي فعلاً التلات نباتات هما نفس النوع لأنهم بيتشبهوا مع بعض في الشكل الخارجي وكمان بيقدروا أنهم يتزوجوا وينتجوا أفراد جديدة وبالتالي هما نفس النوع نجي بعد كده لتسمية الكائنات الحية بسبب اختلاف أسماء الحيوانات في بلد على التانية بنلاحظ أن كل بلد بتسمي أسماء دارجة للحيوانات على حسب لغة البلد دي فمثلاً اللطف مصر اسمع بيسة في سوريا واسمع قطوة في الكويت وأكذا في باقي البلد من هنا والعلماء كانوا محتاجين أنهم يسموا أسماء علمية موحدة للكائنات الحية العالم كارل لينيوس طور نظام جديد لتسمية الكائنات الحية والنظام ده اسمه التسمية السنائية نظام التسمية السنائية باختصار كده هو أن أي كائن حي بيتسمى اسمين اتنين بس الاسم الأول هو اسم الجنس والاسم الثاني هو اسم النوع وطبعاً الاسماء دي بيتم كتابتها بداية من النحي الشمال وكمان بيتم كتابتها بلغة اللاتينية لأن اللغة اللاتينية كلمتها ليها معالي مختصرة وكمان لغة قديمة مش بيتكلم منها حد لحد دلوقتي وبالتالي من الصعب تحرفها فتبقى حاجة سابتة لحد دلوقتي وتكمل معانا للأجيال اللي بعدنا إبقى دلوقتي نظام التسمية السنائية لو فيه قدامي كائن حي وعايز أسميه تبقى للنظام التسمية السنائية هو أني بجيب اسم الجنس للكائن ده وأكتبه من الشمال وأول حرف بيكون كابتن وبقى الكلمة بتكون سمول عادي خالص وتاني اسم أكتبه هو نوع الكائن ده وبيبدأ بحرف صغير عادي خالص وبقى الكلمة بتكون حرف صغير فمثلاً لو قدامي قطة منزلية عادي وعايز أسميها أكتب مش هسميها كوكو بيسو وطمطم والكلام ده إحنا هنا بندرس نظام التسمية السنائية اسم الجنس للقطة باللاتيني هو فيلس واسم النوع اللي هي منزلية باللاتيني هيكون دومستيكس فإبقى كده القطة المنزلية الطبقة للنظام التسمية السنائية هو فيلس دومستيكس بنجيب اسم الجنس في الأول وبعد كده النوع وأول حرف من الجنس بيكون كابتن وبقى الكلمتين كلهم بيكونوا سمول عادي وكمان بيكون قدامي حاجة من اتنين يما أكتب الاسم بحروف ميلة ومحطش تحتهم خطوط زي ما أنا عامل كده أو أكتب الاسم بحروف مظبوطة عادي وحط تحتهم خط طيب تعال ناخد كمان مساء دلوقتي معانا كان الشمبنزي عايز أسميه طبقا للنظام التسمية السنائية مع العلم ان الجنس هو بن ونوعه هو تروبنوديتس نظام التسمية السنائية بيقولك حط اسم الجنس في الأول وأول حرف بس بيكون كابتن بعد كده اسم النوع وبتكون حروفه كلها سمول بس كده فيبقى زي ما احنا كاتبينه كده والاسم يعمى الحروف بتكون ميلة ومحطش تحتها خط أو الحروف بتكون معدولة وبحط تحتها خط فيبقى بالشكل اللي قدامنا ده ناخد كمان مساء لو قلت لك ان سمكة البلطي اسم نوعه هو نايلوتيكا يبقى اسمها العلمي طبقا للنظام للتسمية السنائية هيكون طالما اني قلت لك ان كلمة نايلوتيكا دي هيو اسم النوع فيبقى كده النوع ده بيتكتب تاني كلمة فيبقى الاسم الصحيح هو تلابيا نايلوتيكا وأول حرف في اسم الجنس هو اللي بيكون كابتن نجي بعد كده للتسلسل الهرمي للتصنيف احنا عندنا سبع مستويات لتصنيف الكائنات الحية سبع مستويات اساسية يعني ممكن يزيدوا ممكن يكون معانا اكتر من سبع مستويات للتصنيف عادي موضوع تسلسل الهرمي ده عامل زي كأنك بتحدد عنوان بيتكم في العالم كله فبنبدأ اول حاجة بالكوكب انت عايش على انه كوكب اكيد كوكب الارض بعد كده الكرة اسيا ولا اوروبا ولا افريقيا احنا عايشين في كرة افريقيا بعد كده البلد مصر ولا السودان ولا المغرب ولا غيرها احنا عايشين في مصر ام الدنيا بعد كده المحافظة انا عايش في محافظة البحيرة غيري ممكن يكون من الكاهرة ناس تانية عايشة في الاسكندرية وباقي المحافظات عادي بعد كده المدينة نفسها انه مدينة في محافظة البحيرة انا بالنسبة لي مدينة بدر بعد كده الشارع وبعد كده البيت واكذا بالنسبة لاي حد بنلاحظ أن كل ما بننزل لتحت بتقل عدد الأفراد وبتزيد الصفات المشتركة والمستويات التصنفية يعني لما قلنا كوكب الأرض عدد الأفراد كان حوالي 7 مليار إنما لما نزلنا لحد كلمة مصر فبكده عدد الأفراد حوالي 100 مليون وهكذا الأفراد بتقل بس الصفات المشتركة بتزيد الميت مليون بيشتركوا في نفس اللغة لونهم بيكون هريب من بعض على عكس السبع مليار بيختلفوا في اللغات وبيختلفوا في الألواء والعكس الصحيح لما بنطلع في التسلسل الهرمي عدد الأفراد بيزيد وبتقل الصفات المشتركة والمستويات التصنفية بالنسبة للكينات الحية إحنا معانا سبع مستويات أساسية لتصنيف الكينات الحية بلخصهم في جملة مشت رع جن على الترتيب أول حاجة من حرف المين كلمة المملكة أو العالم ودي أعلى مستوى في الهرم التصنيفي زي مثلا مملكة الحيوانات بتشمل كل الحيوانات ثاني مستوى وهو الشين يعني كلمة الشعبة زي شعبة الحبليات والثالث مستوى اللي هو حرف الطعب بتعبر عن كلمة الطائفة اللي بتكون تحت الشعبة على طول فيبقى الشعبة بتتكون من مجموعة طواف زي مثلا طائفة الساديات المستوى الرابع وهو الردبة زي ردبة أكلات اللحو والمستوى الخامس وهو العائلة أو الفصيلة ويبقى كده الردبة بتتكون من مجموعة من العائلات أو الفصائل زي مثلا عائلة السنوريات بعد كده المستوى السادس وهو الجنس وده بيشمل مجموعة من الأنواع زي مثلا جنس الأطط وآخر حاجة وهو النوع وده اللي احنا قلنا عليه من شوية شوية أفراد شكل بعض لهم القدرة على التزاوج وإنتاج أفراد جديدة فيبقى كده معنا سبع مستوات كل ما بننزل عدد الأفراد بيقل بس الصفات المشتركة بتزيد يعني علشان نوصل لنوع القطة المنزلية بدأنا بالمملكة الحيوانية اللي هي أعلى مستوى في الهرام التصنيفي بعد كده دخلنا على الشعبة وكانت شعبة الحبليات بعد كده نزلنا على الطائفة واخترنا طائفة السدييات بعد كده الردبة والقطة من ردبة أكلات اللحوق بعد كده العائلة وكانت من عائلة السنوريات بعد كده الجنس كان من جنس الأطط بعد كده النوع اللي هو الأططة المنزلية نيجي بعد كده للمفتاح التصنيفي المفتاح التصنيفي هو عبارة عن تلسلة من الخصائص والأوصاف بنرتبها في أزواج علشان تعرفني على كائن ما نعرفوش قبل كده فبنبدأ بشوية خصائص كتيرة ولكن أكثر تحديدا بص أقولك على حاجة تعال نطبق عملي وإنت هتفهم لوحدك إيه موضوع مفتاح التصنيفي ده دلوقتي لو قلت لك إحنا معنا خمس حشرات وأمه النملة والزبابة والبعوضة والفراشة والرعاش تعال نعمل لهم مفتاح تصنيفي سنائي للخمس أنواع من الحشرات أول حاجة هنا طبعا من وكلهم حشرات بنبدأ نقسمهم لنوعية عديمة الأجنحة وزات الأجنحة عديمة الأجنحة زي النملة وزات الأجنحة وهمة الأربعة الثانيين كلهم بيكونوا زات أجنحة فبتبدأ نمسك بعد كده زات الأجنحة وبنقسمهم لنوعية أول نوع هو زوج واحد من الأجنحة وتاني نوع هو زوجين من الأجنحة نبدأ نمسك أول نوع من زات الأجنحة وهو اللي بيحتوي على زوج واحد من الاجنحة هنلاحظ ان هم الزبابة والبعوضة والنوع التاني اللي هو بيحتوي على زوجين من الاجنحة هنلاحظ ان هو الفراشة والرعائش فنبدأ نمسك اللي هو في زوج واحد من الاجنحة ونبدأ نقسمه النوعية اول نوع بيكون رجليه اكثر من جسمه فبنقول ان الارجل اكثر من الجسم زي الزبابة والنوع التاني رجليه بتكون أطول من الجسم زي البعوضة وعدكها نمسك اللي بيحتوي جسمهم على زوجين من الأجنحة فبنقسمهم إلى أجنحة مغطاة بحراشيف ناعمة زي الفراشة وأجنحة بتكون شفافة زي الرعاش فيبقى كده مثلا النملة دي من الحشرات عديمة الأجنحة والزبابة من الحشرات زات أجنحة وجسمها بيحتوي على زوج واحد من الأجنحة ورجليها بتكون أقصر من الجسم والبعوضة من الحشرات زات الأجنحة اللي بتحتوي على زوج واحد من الأجنحة ورجليها بتكون أطول من الجسم والفراشة هي من الحشرات زات الأجنحة اللي جسمها بيحتوي على زوجين من الأجنحة والأجنحة بتاعتها بتكون مغطاة بحراشيف ناعمة والرعاش هو من الحشرات زات الأجنحة اللي جسمها بيحتوي على زوجين من الأجنحة والأجنحة فيه بتكون شفافة طيب مثال تاني لو اقولك مثلا معنا مجموعة من الفقريات وهم الدغضة والتمساح والسقل والقط اول حاجة هم طبعا كلهم فقريات بنبدأ نقسمهم لقسمية اول قسم هو نوع الجلد عاري ولا مغطى بعد كده نمسك القسم المغطى ونبدأ نشوف نوع الغطاء بتاع الجلد ده اول نوع الغطاء شعر ولا حرشيف وبعد كده نمسك الحرشيف هل هي حرشيف بطول الجسم كله ولا حرشيف على الرجل بس فيلا كده اكتب للمفتاح التصنيفي للكائنات دي في التعليقات ومتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع اصحابك معرفنا في الدروس اللي قبل كده ان فيه سبع مستويات اساسية لتصنيف الكائنات الحقيقة وان عليهم التسلسل الهرمي واكبر مستوى فيهم هو المملكة فاحنا نفهم ان عرضه مملكة البدايات ومملكة الطلاعيات بس الاول تعال نشوف والعلماء اللي حاولوا انهم يصنفوا الكائنات الحية اول واحد معنا هو الفيلسوف اريستو اريستو اول من قسم الحيوانات الى حيوانات عندها دم وحيوانات ما عندهاش دم وكمان قسم النباتات الى اشجار كبيرة وشجيرات اصغر واعشاب صغيرة خالص فدلوقتي لو شفت تصنيف مقسم لك فيه الحيوانات الى نجم بحر وعصفورة ومقسم لك النباتات الى شجرة وشجيرة برقوق واعشاب واقولك مين اللي عمل التصنيف ده هتبص تلاقي ان النجم البحر ده ما عندهاش دم والعصفورة عندها دم والنباتات متقسمة الى اشجار وشجيرات واعشاب يبقى طلقاي اللي عمل التصنيف ده هو اريستو بعد اريستو جي العالم كارل لينيوس اللي عرفنا قبل كده انه عمل نظام التصنيف الصناعية العالم كارل لينيوس عمل نظام تصنيف تقليدي صنف فيه الكهنات الحية الى مملكتين بس وهم مملكة الحيوانات واللي فيها كل الحيوانات ومملكة النباتات واللي فيها كل النباتات طيب لما اجا اقولك مين العالم اللي صنف الكائنات الحية الى كائنات ذاتية التغذية وكائنات غير ذاتية التغذية الكائنات ذاتية التغذية هي الكائنات اللي بتقدر ان هي تصنع غزاها بنفسها لان عندها بلاستداد خضرة فبتقدر ان هي تعمل بناء ضوي وتكون الجلوكوس اللي هو غزاها مين اللي بيقدر يعمل الكلام ده اكيد طبعا هو النبات يعني النباتات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغذية هي الكائنات اللي مش بتقدر ان هي تصنع غزائها بنفسها فبتأكل غزاء جاهز زي الحيوانات والانسان وبالتالي كده اللي قسم الكائنات الى كائنات ذاتية التغذية وكائنات غير ذاتية التغذية يعني كده قسمهم الى نباتات وحيوانات وهو العالم كارل لينيوس لكن بعد كده جيه العالم روبرت فيتكر وعمل نظام التصنيف الحديث وقسم فيه الكائنات الحية إلى خمس ممالك وهم مملكة البدايات ومملكة الطلاعيات ومملكة الفطريات ومملكة النباتات ومملكة الحيوان ونظام التصنيف الحديث هو النظام المتعارف عليه في الوسط العلمي لحد دلوقتي ولكن في شوية كائنات مش بتكون موجودة في نظام التصنيف الحديث اللي عمله بروبرت فتكر لأن الكائنات دي بتجمع ما بين خصائص الكائنات الحية والأشياء غير الحية زي مثلا الفيروسات الفيروسات لما بتكون برا جسم الكائنات الحية بتعتبر أشياء غير حية وما بتشتغلش غير لما بتدخل إلى أجسام الكائنات الحية يعني كده الفيروسات دي بتعتبر حلة يتواصل ما بين الأشياء غير الحية والكائنات الحية ومش بتشتغل غير داخل خلية الكائن الحي زي مثلا فيروس شرع الأطفال وفيروس الحزبة وفيروس الإيدز والعنف الوانزة وفيروس كورونا كل الفيروسات دي وغيرها من الفيروسات لما بتكون برا جسم الكائن الحي بتكون مش شغالة وكأنها أشياء غير حية ولكن مع دخولها لخلايا الكائن الحي بتشتغل وبتسبب الأمراض علشان كده الفيروسات مش بتغضع للتسلسل الهرمي للتصنيف كمه برضو بيكون في الفرودات والبريونات مش بيكون ليهم مستوى تصنيفي لأنها برضو تعتبر حلقة وسطية ما بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية الفرودات بتكون صغيرة خالص أصغر حتى من الفيروسات وبتتكون من شريط مفرد من الـ RNA وبتسبب ضرر للمحاصيل الزراعية زي مثلا البطاطس والخيار والبرتقال لأنها بتسبب اضطراب الخلية النباتية والبريونات بتكون أصغر من الفرودات وبتسبب أمراض للإنسان والحيوان زي مثلا المرض جنون البقر والبريونات مش بتحتوي على أي أحماض نووية ولا DNA ولا RNA وهي عبارة عن أحماض أمانية بتتجمع مع بعضها بس بشكل غير طبيعي يعني هي عبارة عن بريونات ولكنها عشانا تكونت بشكل غير طبيعي فيبقى اسمها بريونات والبريونات بتتكتل داخل الخلية الحيوانية وبتضرها يعني كده الفرودات بتضر النباتات والبريونات بتضر الإنسان والحيوان يعني لما قولك هل الكائنات المسببة لمرض جنون البقر بتخضع للتصنيف الحديث؟ هتقول لي طبعا لا لأن البريونات هي اللي بتسبب مرض جنون البقر والبريونات دي بتكون عبارة عن حلقة وصل ما بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية وبالتالي لا تخضع للتصنيف الحديث نجي بعد كده لأول مملكة معالا وهي مملكة البدائيات قبل ما نبدأ بدراسة الممالك الخامسة محتاجين نميز ما بين ثلاث مصطلحات مهمين وهم أوليات النواة وحقيقيات النواة والأوليات الحيوانية إحنا عارفين إن المادة الورصية اللي هي الـ DNA وبعض الكائنات الحية بتكون المادة الورصية بتاعتها RNA المادة الورصية ما كانها معروف بيكون داخل النواة والنواة دي بيكون عندها غشاء بيحيط بالمادة الورصية اسمه الغشاء النواة في بقى كائنات المادة الورصية بتاعتها مش بتكون محاطة بغشاء نواة من الخارج وبتكون موجودة في السيتوبلازم مباشرة أهي الكائنات دي بنقول عليها أوليات النواة يعني كده أول ما تسمع كلمة أوليات النواة هتعرف إن ده كائن المادة الورصية بتاعته بتكون موجودة في السيتوبلازم مباشرة ومش محاطة بغشاء نواة لكن الكائنات اللي المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء من الخارج اسمها حقيقيات النواة إنما الأوليات الحيوانية هي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة وكمان حقيقية النواة يعني المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء نووي فيبقى كده احنا معانا ثلاث مصطلحات أوليات نواة المادة الورصية بتاعتها بتكون موجودة وشارة في السيتوبلازم يعني مش بتحتوي على غشاء نووي وحقيقية نواة يعني المادة الورصية بتاعتها بتكون محاطة بغشاء نووي إنما الأوليات الحيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية جسمها كله عبارة عن خلية واحدة ولكنها حققية النواة يعني المادة الورصية بتكون محاطة بغشاء نووي نجي بعد كده لمملكة البدائيات البدائيات هي البكتيريا يعني أي بكتيريا هي تبع مملكة البدائيات زي مثلا بكتيريا لبن الزبادي مملكة البدائيات بتنقسم إلى مجموعتين مختلفتين وهم البكتيريا الأقديمة والبكتيريا الحقيقية كل مجموعة منهم بيكون لها خصائص بتميزة عن المجموعة التانية وبرضه المجموعتين مع بعض بيكون لهم خصائص مشتركة لأن الاتنين تحت مسمى واحد وهو البدائيات يبقى كده فيه خصائص عامة لمملكة البدائيات موجودة في البكتيريا القديمة وبرضه موجودة في البكتيريا الحقيقية وفيه خصائص بتميز البكتيريا القديمة عن البكتيريا الحقيقية وبرضه خصائص بتميز البكتيريا الحقيقية عن البكتيريا القديمة بالنسبة للخصائص العامة لمملكة البدائيات هي أنها ممكن تعيش لوحدها بشكل منفرد وبرضو ممكن تعيش في مستعمرات والبدائيات من اسمها بيكون تركبها بسيط بداي يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة ومقدرش أقول عليها من الأوليات الحيوانية لأنها أولية النواة يعني مش بتحتوي على لشأنه وبالتالي المادة الورصية بتاعتها بتكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم يعني كده أي كائن بيغضع تحت مسمى البدائيات هنعرف أنه ما عنده غشاء نووي البدائيات عندها جدار خلوي ولكن الجدار ده بيكون غير سيرولوزي يعني ما فهوهوش سيرولوز وكمان ما فهوهوش بكتير وكمان البدائيات من اسمها اللي هو بدائيات يعني برضو تركبها بداي وبالتالي السيتوبلازم مش بيحتوي على كتير من العضيات الغشائية زي مثلا الميتوكوندريا والبغستيدات وجهاز جولجي والشبكة الاندوبلازمية نيجي بعد كده لخصائص كل مجموعة من البدائيات احنا عارفين أن الناس القديمة ظروفهم كانت صعبة واسية مقرراتا بظروف الاجئة الجديدة نفس النظام في البكتيريا البكتيريا القديمة معظمها معظمها مش كلها بتعيش في ظروف اسية زي مثلا يانبيع المياه الحرة والبيئات اللي مفهاش اكسجين وكمان البيئات عالية الملوحة زي مثلا البحر الميت اسمه البحر الميت علشان مفهوش كائنات حية من اللي بنشوفها في الطبيعي في أي بحر لأنه ملوحته عالية وهو ده بقى المكان اللي ممكن نلاقي فيه البكتيريا القديمة إنما البكتيريا الحقيقية بتغيش وبتنتشر في جميع بيئات الأرض زي مثلا الهوى واليابسة والمياه وبالتالي اختلاف ظروف البيئات ما بين البكتيريا القديمة والبكتيريا الحقيقية طبيعيا هيكون فيه اختلاف ما بين جدران بيوتهم اللي هم الجدار والغشاء الخلوي يعني كده البكتيريا القديمة بتختلف عن البكتيريا الحقيقية في تركيب الغشاء الخلوي والجدار الخلوي طبعا بنستنتج المعلومة دي بسبب اختلاف البيئات اللي بيعيشوا فيها البكتيريا الحقيقية بعضها بيكون ذاتي التغذية يعني بيكون غزاوه بنفسه لأنه طبعا عنده بلاستيدات خضرة فبيعمل بناء ضوي ويكون جلوكوز زي مثلا البكتيريا الخضراء المزرقة اللي بيكون منها نوع اسمه النوستو بس ده برضو ما يمنعش ان فيه بكتيريا حقيقية بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتقدر تصنع غزائها بنفسها يعني ما عندهاش بلاستيدات خضرة البكتيريا الحقيقية بتتقاصر تقاصر لا جنسي عن طريق الانشطار السنائي يعني خلية واحدة بيحصل لها انشطار فتبقى تنين وده تقاصر لا جنسي يعني ما فيهوش زكر ولا أنسة فيه خلية واحدة بتنشطر وتبقى تنين وبالتالي البكتيريا دي بتكون غير منفصلة الجنس يعني هو جنس واحد بس ما فيش منها زكر ولا أنسة وآخر حاجة البكتيريا الحقيقية بيكون في منها أشكال ممكن تبقى بكتيريا كروية يعني شبه الكور وممكن تكون بكتيريا عصوية يعني شبه العصاية وممكن تكون بكتيريا حلزونية يعني شبه الحلزون نيجي بعد كده للمملكة التانية وهي مملكة الطلاقعيات مملكة الطلاقعيات بتتصنف لشعب بس الاول فيه خصائص عامة لمملكة الطلاقعيات من حيث التركيب فالطلاقعيات بتتميز بانها غير معقدة لان معظمها بيكون وحيد الخلية والقليل منها بس بيكون عديد الخلية والطلاقعيات كلها بتكون حقوقيات النواة يعني المادة الورصية بتكون محاطة بغشاء نووي بيفصلها عن السيتوبلازم وبالتالي كده خلي بالك ان دي من الخصائص العامة لمملكة الطلاقعيات يعني اي كائن هيبنها في المملكة دي لما اسألك عنه وانت مغمط هتقول لي انه من حقوقيات النواة يعني عنده غشاء نووي اللي بيميز الطلاقعيات على النباتات والحيوانات هو ان الطلاقعيات تركيبها بيكون غير معقد وبعدها بيكون ليه جدار خلوي وبلاستيدات مملكة الطلاقعيات بتنقسم الى اربع شعب هنلاقيهم في جملة اي دهب نار الالف هي شعبة الاوليات الحيوانية والي هي شعبة اليوغلينات زي اليوغلينا ودهب هي شعبة التحالب الدهبية زي الدياتومات والنار هي شعبة التحالب النارية زي التحالب سنائية الاصوات نمسك اول شعبة في مملكة الطلاقعيات وهي شعبة الاوليات الحيوانية فهمنا قبل كده ان الاوليات الحيوانية هي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها كله على بعضه بيكون خلية واحدة وبتكون كمان حققية النواة يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي يبقى كده الاوليات الحيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية وحققية النواة وحيدة الخلية جسمها كله خلية واحدة وحققية النواة يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي الاوليات الحيوانية بتتقاصر جنسيا ولا جنسيا وبعضها بيتطفل على نباتات او الحيوانات وبيسبب لها امراض شعبة الاوليات الحيوانية بتتصنف الى اربع طوايف حسب وسيلة الحركة اول طائفة وهي طائفة اللحميات زي الاميبة ونحفظها عن طريق الميم مع الميم اللحميات زي الاميبة الاميبة بتتحرك بحاجة اسمها الاقدام الكاذبة لانها بتظهر وبتختفي علشان كده اسمها الاقدام الكاذبة وبالتالي كده الاميبة مش بيكون لها شكل محدد تاني طائفة معنا وهي طائفة الهدبيات زي البراميسيوم ونحفظها البيه مع البيه الهدبيات زي البراميسيوم واسمها الهدبيات لأنها بتتحرك بوسطة الأهداب واللي بيميز البراميسيوم هو أنه بيكون عنده نواتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة يعني سنائي النواء ثالث طائفة معنا هي طائفة الصوتيات الصوتيات زي التريبان السومة السين مع السين صوتيات زي التريبان السومة واسمها طائفة الصوتيات لأنها بتتحرك بوسطة الأصوات زي ما قلنا التريبان السومة والتريبان السومة هو طفيل بيتطف على الإنسان وبيسبب له مرض النوم واللي بيني للطفيل ده هو زبابة اسمها تسي تسي لما بتلدغ الإنسان بتنقل طفيل التريبان السومة واللي بيسبب مرض النوم وأعراضه هي إنحمة والعرق الكتير والصداع والتعب الشديد ولو ما تعليكش في الوقت المناسب هيسبب غيبوة وممكن ينتهي بالموت الطائفة الرابعة معانا في الأوليات الحاوانية وهي طائفة الجرسميات والجرسميات زي بلازموديوم الملارية الراه مع الراه جرسميات زي بلازموديوم الملارية وده ما عملوش وسيلة حرك البلازموديوم هو طفيل بتنقله حشرة إلى نوفيلس وبيتطف على الإنسان وبيسبب له مرض الملارية اللي أعراضه هي الحمى وعرق شديد يبقى احنا كده معانا في مملكة الطلاقيات بتتصنف لأربع شعب بنحفظهم من جملة أي دهب نار الألف هي شعبة الأوليات الحيوانية والي هي شعبة اليجلينات والدهب هي شعبة التحالب الزهبية والنار هي شعبة التحالب النارية شعبة الأوليات الحيوانية بتتصنف لأربع طواف حسب وسيلة الحركة بنحفظهم بالحروف أول طائفة هي طائفة اللحميات زي الأميبة بتتحرك بوسطة الأقدام الكاذبة تاني طائفة وهي طائفة الهدبيات زي البراميسيوم بيتحرك بوسطة الأهداب تالت طائفة وهي طائفة الصوتيات زي تريبانسومة بيتحرك بوسطة الأصوات رابع طائفة معنا وهي الجرسوميات زي بلازموديو والميلاريا وده ما عندوش أي وسيلة حركة وطبعا اعرفين ان كل الكائنات دي في مملكة الطلاعيات وطبعا هم اوليات حيوانية يعني خلية واحدة بس وبيكونوا حققية النواة يعني المادة النصية محاطة بغشاء نووي تاني شعبة في الطلاعيات هي شعبة اليوغلينات زي اليوغلينا اليوغلينا هي كائنات وحيدة الخلية يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة طبعا مش محتاجة اقولك ان هي حققية النواة طبعا هي من الطلاعيات احنا قلنا قبل كده ان كل الطلاعيات بيكونوا حققية النواة يعني المادة الورصية محاطة بغشاء نووي اللي بيميز اليوغلينات هي انها زياتية التغذية يعني بتكون غذائها بنفسها لانها بتحتوي على بنستيدا خضرة يعني فيها كلوروفيل وبالتالي بتعمل بناء ضوي وبتكون الجلوكوز اللي هو غذائها علشان كده بنقول عليها زياتية التغذية وسينة الحركة في اليوغلينات هي الاسوات يعني زي التريبانيسومة بتتحرك بوسطة الاسوات ولكنها بتختلف في طريقة التغذية وهي انها زاتية التغذية بتصنع غذائها بنفسها ولكن التريبانيسومة بيكون طفيل غير زاتي التغذية كمان برضو اليوغلينات بتكون زي النستوك اللي هو من البدائيات واللي هي عبارة عن بكتاريا خضرة مزرئة لأنهم اللي اتنين فيهم بلاستدات خضرة يعني زاتي التغذية ولكن الفرق ما بين النستوك واليوغلينات هو نوع النواة في النستوك بيكون نواة أولية يعني المادة الورصية غير نحاطة بغشاء نووي ولكن اليوغلينات بتكون حققية النواة يعني بيكون فيه غشاء نووي بيحيط بالمادة الورصية نجي بعد كده لتالت شعبة وهي التحالب الزهبية التحالب الزهبية معظمة وحيدة الخلية وبطلق عليها اسم الدياتومات ودي كائنات بحرية بتكون زاتية التغذية وقدرها من الخارج بيكون شبهة الزجاج وبيختوي على مادة السلكة والدياتومات بيكون لها أهمية اقتصادية لأنها مصدر مهم لغزانة السماك والحيوانات البحرية أكثر شعبة معنا في مملكة الطلاعيات هي شعبة التحالب النارية ودي برضو كائنات بحرية زاتية التغذية بيكون فيها كلوروفيل أغضر وكمان بيكون فيها صبغة حمراء علشان كده لونها بيكون أحمر ومن أشهر التحالب النارية هي التحالب سمائية الأصوات اسمها التحالب النارية لأن لونها بيكون أحمر وبيكون لها صوتين بتتحرط بيهم فبتكون شبه لهيب النار علشان كده اسمها التحالب النارية وبكده التحالب سنائية الأصوات بتكون شبه اليوجلينة في نوع التغذية الاثنين بيكون ذات التغذية وكمان في وسيلة الحركة وهي الأصوات وكمان الاثنين بيكونوا حقيقيات النواة لأن الاثنين من الطلاعيات وقلنا أن كل الطلاعيات حقيقية النواة ولكن المميز في التحالب سنائية الأصوات هي إنها بتحتوي على سبغة حمراء بالإضافة إلى سبغة الكلورفيل اللي بتكون موجودة فيها إذا كنت تعال نرجع مع بعض مملكة الطلاعيات مملكة الطلاعيات لها فصائص عامة بتكون موجودة في كل الكائنات اللي بتكون موجودة تبع مملكة الطلاعيات وإيا إنها بتكون غير معقدة وبتكون حقيقية النواة بيتم تصنيف مملكة الطلاعيات إلى أربع شعب قلنا إنه بيكونوا موجودين في كلمة أي دهب نار أول شعبة هي الأوليات الحيوانية ثاني شعبة هي اليوغلينات ثلث شعبة طحالب الزهبية ورابع شعبة هي الطحالب النارية الأوليات الحيوانية بيكون في منها أربع طواف وهم طائفة اللحميات زي الأميبة وطائفة الهدبيات زي البراميسيوم وطائفة الصوتيات زي تريبانوسومة وطائفة الجرسميات زي بلازموديوم الميلاريا نيجي بعد كده لشعبة اليوغلينات زي اليوغلينات اللي بتكون ذاتية التغذية لأنها فعلة الاستداد خضرة والشعبة التالتة هي التحالب الزهبية زي الدياتومات والشعبة الرابعة والأخيرة وهي التحالب النارية زي التحالب صناعية الأصوات وبكده نبقى خلصنا مملكة الطلاقائيات بعد ما خلصنا مملكة البدايات والطلاقائيات وسبتنا المعلومات بطارية جميلة جدا دلوقتي هنشرح الدرس الثاني واللي هيكون عن مملكة الفطريات ومملكة النبات مملكة الفطريات هي تالت مملكة معانا وبتنقسم إلى خمس شعب حسب تركبها وطرق تقصرها بس الأول فيه خصائص عامة موجودة في كل الفطريات لازم نعرفهم قبل ما نبدأ نشوف الشعب الخصائص العامة لمملكة الفطريات من حيث تركبها هو أن شوية منهم بيكون وحيد الخلية يعني جسم كله على بعضه عبارة عن خلية واحدة بس الأغلبية من الفطريات بيكون عديد الخلايا وبالتالي كده مش شرط أن كل الكائنات وحيدة الخلية يعني اللي جسمها كله خلية واحدة أنها بتنتمي لنفس المملكة أو نفس الشعبة فعندنا مثلا في البدايات شفنا أن كلهم وحيدة الخلية زي مثلا النستق وكمان في الطلاعيات شفنا أن معظمهم بيكون كائنات وحيدة الخلية زي الأميبة والبراميسيوم وكل الأوليات الحيوانية ودلوقتي في الفطريات بعضها بيكون وحيد الخلية يعني كده مش شرط أن جميع الكائنات وحيدة الخلية بيكونوا كلهم في نفس المستوى التصنيفي في الفطريات قلنا أن بيكون بعضها وحيدة الخلية بس الأغلبية بيكون عديد الخلايا والفطريات عديدة الخلايا بتتكون من خيوط فطرية اسمها الهيفات فتبقى الهيفات دي عبارة عن خيوط بتتجمع مع بعضها وبتكون حاجة اسمها الغزل الفطري والهيفات دي بتحمل أكياس أو حوافز بيكون فيها الجرسيم فممكن نقول على الهيفات دي حامل جورسوميج لأنه بيحمل الحوافز أو الأكياس اللي فيها الجرسيم فيبقى كده اللي بيميز الفطريات عديدة الخلايا عن الفطريات وحيدة الخلية هو أن الفطريات عديدة الخلايا بتتكون من خيوط فطرية اسمها الهيفات أو حوامل جرسومية لأنها بتحمل الجرسيم الهيفات دي بتتجمع مع بعضها وبتكون حاجة اسمها الغزل الفطري تاني حاجة بتميز الفطريات هو أنها حقيقية النواة يعني كده أي كائن معانا في مملكة الفطريات هو من حقيقيات النواة حقيقيات النواة يعني المادة الورصية بتاعته بتكون نحاطة بغشاء نواة وبالتالي كده أي فطر بيحتوي على غشاء نواة تالت حاجة الفطريات بتكون غير متحركة والصفة دي بتقربها شوية في اتجاه النباتات لأن طبعا احنا عارفين أن النباتات كلها بتكون غير متحركة رابع حاجة وهي أن الفطريات بيدخل في تركيب جدارها الخلوي مادة اسمها القيتين من حيث التغذية فكل الفطريات بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتصنع غزائها بنفسها وبالتالي ما عندهاش ولا بلاستداد خضرة ولا كلوروفيل ولكن الفطريات بتكون إما متطفلة أو مترممة متطفل يعني بيروح لكائن حي عايش وبيتطفل عليه وياكل أكله إنما مترمم فده بيروح للكائنات الميتة وبيرممها فبنقول عليه مترمم آخر حاجة في الخصائص العامة للفطريات هو أن معظمها بيتقاصر جنسيا بالإضافة لتقاصره لا جنسيا عن طريق تكوين الجرسيم بس كده خلصنا الخصائص العامة للفطريات تعال نقولها تاني سريعا كده وقيا إن من حيث تركبها بعضها بيكون وحيد الخلية بس الأغلبية بتكون عديدة خلية وبتتكون من حاجة اسمها الهيفات بتتحد مع بعضها فتكون الغزل الفطري وقلنا أن الفطريات كلها حقيقية النواة وقدرها بيدخل في تكوين ومادة اسمها البقيتين وبتكون غير متحركة وكل الفطريات بتكون غير ذاتية التغذية وبتكون يعيمة متطفلة أو مترممة ومعظمها بيتقاصر جنسيا بالإضافة لتقاصرها لا جنسيا بإنتاج الجرسيم بيتم تصنيف مملكة الفطريات حسب تركبها وطريق تقاصرها لخمس شعب أهمهم شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البازيدية نقول كمان مرة أهم ثلاث شعب في مملكة الفطريات هم شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البازيدية شعبة الفطريات التزاوجية هي بتكون عديدة انخلايا يعني بتتكون من خيوط فطرية اللي هي الهيفات والخيوط الفطرية في الفطريات التزاوجية بتكون غير مقسمة بمعنى أن مفهاش حواجز عرضية بتأسمها وشعبة الفطريات التزوجية بتنتج الجرسيم داخل حوافز جرسومية زي مثلا فطر عفن الخبز فطر عفن الخبز بيتكون من حاجة شبه الجزول كده اسمها أشباه الجزول والغزل الفطري اللي بيتكون من الخيط الفطرية وعنده حوافز جرسومية بيكون جواها الجرسيم وفطر عفن الخبز هو اللي بيسبب العفن الأسود على الخبز وبيستخرج منه إنزيم بيستخدم في صناعة الجبنة فيبقى كده معانا أول شعبة في الفطريات هي الفطريات التزوجية زي عفن الخبز اللي بيتكون جرسيم داخل حوافز جرسومية والخيط الفطرية بتكون غير مقصمة ثاني شعبة معانا هي شعبة الفطريات الزقية شعبة الفطريات الزقية بيكون في منها فطريات وحيدة الخلية زي مثلا فطر الخميرة وفي منها فطريات عديدة الخلايا زي فطر البنسليم وطالما عديدة الخلايا يعني بتتكون من خيوط فطرية والخيوط الفطرية بتكون مقصمة بحواجز عرضية يعني فيها حواجز بتكون موجودة فيها بشكل عرضي بتأسمها لأجزاء والفطريات الزقية بتنتج الجرسيم داخل أكياز جرسومية ومن أمثلتها طبعا زي ما قلنا فطر خميرة اللي بيكون وحيدة الخلية وفطر البنسليم اللي بيكون عديد الخلايا واللي بينتج لنا المضاد الحي والمعروف بالبنسلين فيبقى كده شعبة الفطريات الزقية بتكون جرسيمها في أكياز جرسومية الكاف مع الكاف إنما الفطريات التزاوجية بتكون جرسيمها في حوافز جرسومية الزين مع الزهر الحوافز بتكون موجودة في التزاوجية إنما الأكياز بتكون موجودة في الزقية نيجي بعد كده للشعبة الثالثة والأخيرة معنا وهي شعبة الفطريات البازدية شعبة الفطريات البازيدية بتكون عديدة انخلايا والخيوط الفطرية فيها اللي هي الهيفات بتكون مقصمة بحواجز عرضية وبتكون الدراسين بتاعتها داخل حاجة شبه القبعة كده بنقول عليها سلجاني الشكل وممكن نقول عليه تلكيب سلجاني الشكل ومن أمثلة الفطريات البازيدية هو فطر عيش الغراب اللي بيكون في منه أنواع بيستخدمه الإنسان كغذاء يبقى كده احنا معانا مملكة الفطريات بيتم تصنفها حسب تركيبها وطوله تقاصرها لخمس شعب أو خمس أقصام أهم ثلاث شعب معانا هي شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البازيدية وقلنا أن شعبة الفطريات التزاوجية وقلنا أن شعبة الفطريات التزاوجية الخيوط الفطرية فيها بتكون غير مقصمة وبتكون جرسمها داخل حوافز جرسومية زي فطر عفن الخبز إنما شعبة الفطريات الزقية زي فطر الخميلة اللي بيكون وحيد الخلية وفطر البنسليم اللي بيكون عديد الخلايا بتكون جرسمها داخل أكياس جرسومية والشعبة الثالثة وهي شعبة الفطريات البازدية انخلوط الفطرية فيها بتكون مكسمة بحواجز عرضية وبتكون جرسمها داخل القبعة أو بنقول عليها التركيب سلجاني الشكل زي فطر عيش الغراب المملكة الرابعة معنا في التصنيف الحديث هي مملكة النباتات مملكة النباتات بتنقسم إلى ثلاث مجموعات أول مجموعة هي الطحالب الراقية تاني مجموعة هي النباتات اللاوعائية واللي بنقول عليها شعبة الحززيات وثالث مجموعة هي النباتات الوعائية واللي اسمها شعبة الوعائيات أي كائن حي موجود في الثلاث مجموعات دول دي خصائص عامة وأساسية فيه الخصائص دي هي اللي خلت العلماء يصنفوه هنا في مملكة النباتات وبالتالي كده احنا معنا خصائص عامة بتميز مملكة النباتات اول حاجة من حيث النواة في مملكة النباتات كلها حقيقية النواة حقيقية النواة يعني عندها غشاء نووي بيغلف المادة الورصية وبيفصلها على السيتوبلازم وبالتالي كل الكائنات في مملكة النباتات حقيقية النواة يعني عندها غشاء نووي يعني عندها نواة محددة الشكل تاني حاجة الجدار الخلوي بيتكون بشكل أساسي من مادة السيرولوز في الترم الأول اتعلمنا أن الجدار الخلوي في الخلية النباتية بيتكون بشكل أساسي من مادة السيرولوز وفي البدايات احنا قلنا أن الجدار الخلوي بيكون خالي من السيرولوز والبكتين وفي الفطريات قلنا أن الجدار الخلوي بيتكون من مادة اسمها القيتين هنا بقى في النباتات السيرولوز هو المادة الأساسية اللي بيتكون منها الجدار الخلوي والتالي حاجة من خصاص النباتات هو ان معظمها بيتقاصر جنسيا وطالما انها جنسيا يعني كده في منها زكر وونسة وبالتالي كده احنا نقدر نقول ان خلايا معظم النباتات بتنقسم ميوزيا لان معظمهم بيتقاصر جنسيا واخر حاجة بتميز النباتات بشكل عام هو انها طبعا زاتية التخزية يعني عندها بلا استداد خضراء واكيد عندها كلوروفيل وبالتالي بتعتمد على الضوء في غزائها وطالما هي زاتية التخزية يعني بتكون غزائها بنفسها وبالتالي تقدر تعيش حرة ولا بتتطفل على حد ولا بتترمم على حد ولا حتى بتفترس حد لانها زاتية التخزية بتكون غزائها بنفسها يعني مثلا لما قلناك ان فيه طفلب اسمه طفلب الفيوكس الطفلب ده من الطحالب الراقية في مملكة النباتات واقول لك هل يا طرق التحلب ده متطفل ولا مترمم ولا مفترس ولا حر طرقناها بتحلب من الطحالب الراقية يعني في مملكة النباتات وانا قلتلك ان من ضمن الخصيص العامة لمملكة النباتات ان هي زاتية التخزية يعني بتقدر تكون غزائها بنفسها وبالتالي كده هي بتقدر ان هي تعيش حرة يعني مش بتفترس ولا بتترمم ولا بتتطفل على حد بتتصنف مملكة النباتات لتلات مجموعات الطحالب الراقية والنباتات الاوعائية اللي هي بتتلخص شعبة الحزازيات والنباتات الوعائية اللي هي شعبة الوعائيات مجموعة الطحالب الراقية بتشمل تلات شعب حسب ألوانهم أول شعبة هي شعبة التحالب الحمراء وتاني شعبة هي شعبة التحالب البنية وتالت شعبة هي شعبة التحالب الخضراء شعبة التحالب الحمراء هي أعشاب بحرية أعشاب بحرية مش هيئمات بحرية لأنه فيه فرق ما بين الأعشاب البحرية والهئمات البحرية الأعشاب البحرية بتكون زي النباتات كده إنما الهئمات البحرية بتكون حيوانات بتقدر أن هي تتحرك وبالتالي شعبة التحالب الحمراء هي أعشاب بحرية يعني بتعيش في البحر وبتتكون من خيوط متماسكة مع بعضها بغلاف هلامي هلامي يعني مادة لازجة اللي ميميز التحالب الحمرة هي إنها حمرة مش محتاجة حاجة يعني وده لإن خلايا فيها أصباغ حمرة زي تحلب البلوسيفونية يعني كده تحلب البلوسيفونية هو من التحالب الحمرة علشان خلايا فيها أصباغ حمرة وبتكون من خيوط متماسكة مع بعضها بغلاف هلامي ولو رجعنا خطوة الوراء كده في مملكة الطلاعيات قبلتنا شعبة اسمها شعبة الطحالب النارية ولو نعمل مقارنة ما بين شعبة الطحالب الحمرة وشعبة الطحالب النارية الطحالب الحمرة زي البوليسيفونية والطحالب النارية زي الطحالب صناعية الأصوات الطحالب الحمرة من مملكة النباتات إنما الطحالب النارية من مملكة الطلاعيات الطحالب الحمرة بيكون تركيبة معقد إنما الطحالب النارية غير معقدة التركيب يعني وحيدة الخلية والتحالب الحمراء من الأعشاب البحرية إنما التحالب النارية من الهائمات البحرية والتحالب الحمراء بتكون غير متحركة على العكس التحالب النارية اللي بتكون متحركة بواسطة الأصوات والتنين بعد بعض بيكون لهم نفس اللون اللون الأحمر بالإضافة برضو إنهم بيحتوى على صبغ الكولورفيل عشان الاتنين بيكونوا ذاتي التغذية تاني شعبة في التحالب الراكية هي شعبة التحالب البنية وهي برضو عشاب بحرية بتتكون من خيوط بسيطة أو متفرعة واسمها تحالب بنية أكيد علشان خلاياها فيها حاملات أصباغ لونها بني زي تحلب الفيوكس بص علشان ما تطلقباتش في الحفظ التحالب الحمراء أول ما تشوف اللون الأحمر كلم البوليس في التليفون فيبقى كده التحالب الحمراء زي البوليسوفونيا والتحالب البنية هنفتقرها بكلمة تعلب بني لأن تعلب بالإنجليزي يعني فوكس فيبقى كده فيوكس بنية فيوكس جاية من فوكس يعني تعلب الشعبة الثالثة هي شعبة التحالب الخضرة طرح ما تحالب خضرة يبقى أكيد فيها بلاستيدات خضرة وكلوروفيل وفي منها وحيد الخلية وعديد الخلية وحيد الخلية زي تحلب الكلميدو مونس وده تحلب فيبلاستيدات خضرة على شكل فنجان وتحلب الكلميدو مونس بيكون عنده أصوات بيتحرك بيها زي اللوجلينة والتريبانوسومة والتحالب سنوئية الأصوات والتحالب الخضرة عديدة الخلية زي تحلب الاسبيروجايرا وده تحلب على شكل خيوط متفرعة وفي بلاستيدات خضرة على شكل الحلزون طيب إحنا كده معنا مملكة النباتات بتنقسم إلى ثلاث مجموعات أول مجموعة هي التحالب الراكية اللي بتنقسم إلى ثلاث شعب حسب اللون في منها التحالب الحمراء زي البوليسوفونيا والتحالب البونية زي الفيوكاس والتحالب الخضرة اللي في منها وحيد الخلية زي الكلميدو مونس اللي البلاستيدة فيه على شكل فنجان اللي هو ممكن نعفظه لما نقول كلام الناس مش بيدوم زي الفنجان كده كده يتكسر في النهاية فيبقى الكلام يدوم ناس شبه الفنجان يبقى الكلميدو مونس فيه بلاستيدات شبه الفنجان وزي التحالب الخضرة عديدة الخلية عندنا طفلوب الاسبيروجيرا وبتكون البلاستيدات فيه حلزونية الشكل بعد كده ندخل على المجموعة التانية وهي مجموعة النباتات اللوعائية أو شعبة الحززيات بص كده الاوعية دي في النباتات عاملة زي الشرين والأوردة في الإنسان بتنقل الدم لخلايا الجسم بس الاوعية اللي في النباتات مش اسمها أوردة وشربين ولكن اسمها الخشب واللحاء فبكده الخشب واللحاء دي بجمول عليهم أنسجة وعائية متفصصة في نقل الماء والغزاء للنباتات بس في نباتات ما عندهاش خشب ولا نحاء يعني ما عندهاش أنسجة وعائية متخصصة بتنقلها الماء والغزاء النباتات دي اسمها النباتات اللوعائية وبتتمثل في الشعبة اسمها شعبة الحززيات زي نبات الريشيا ونبات انفيوناريا ودي عبارة عن نباتات لاوعائية النباتات اللوعائية هي نباتات أرضية خضرة وصغيرة في حجمها وبتعيش في الأماكن الرطبة يعني اللي فيها مية كتير علشان تاخد منها المية لأنها ما عندهاش نسيج وعائي متخصص إن إن لها المية وكمان بتعيش في الأماكن اللي فيها تضل كتير وبتحتاج للرطوبة بدرجة كبيرة في نموها وتقصرها وبيكون عندها شعيرات صغيرة بتثبتها في الأرض اسمها أشباه الجزور وقلنا من أمثلة النباتات اللوعائية هي الريشيا والفيوناريا والريشيا ده بيكون نبات منبطح على سطح الأرض والفيوناريا بيكون قايم على سطح الأرض نيجي بعد كده للمجموعة الثالثة وهي النباتات الوعائية النباتات الوعائية من اسمها بنستنتج إن عندها أنساجة وعائية متخصصة اللي هي الخشب واللحاء الخشب بينر المية والأملاح من الجدر للصاق وبعد كده للأوراق واللحاء بينر المواد العضوية زي الجولوكوز وغيره من غزاء النبات اللي بيتكون في عملية البناء الضوئي من الورقة لجميع أجزاء النبات هبا كده أي نباتة عند خشب واللحاء وهو من النباتات الوعائية شعبة النباتات الوعائية بتنقسم إلى 3 طواف أول طائفة اسمها طائفة الصرخصيات والطائفة الثانية هي طائفة المخروطيات اللي بنقول عليها معرات البزور والطائفة الثالثة وهي طائفة النباتات الزهرية واللي بنقول عليها مغطات البزور أول طائفة في النباتات الوعائية هي طائفة السرخصيات تركيبها بيكون بسيط لأن معظمها بيكون عبارة عن عشاب صغيرة والأوليين منها بيكون شبيرات وده تصغير لشجرة أو ممكن تكون أشجار عندها سقان وأوراة وجزور السرخصيات بنلاحظ وجودها على جدران الأبار يعني البير اللي بيكون في ميا والوديان الراطبة واللي عليها ضل وأوراة السرخصيات بتكون على شكل الريش فبنقول عليها أوراة ريشية الشكل والسرخصيات مش بتكون أظهار ولا بزور وبالتالي مش بتقدر أن هي تتقاصر جنسيا علشان كده السرخصيات بتتقاصر لا جنسيا عن طريق الجرسين وبتكون الجرسين في حاجة يسمعها البصرات وبتكون موجودة على السطح السفلي للورعة علشان كده ملمس السطح السفلي للورعة بيكون خشن بسبب وجود البصرات اللي فيها الجرسين إنما السطح العلو للورعة بيكون ناعم علشان ما عندهوش أي بصرات ومناشها بمثال التسلخصيات هو النبات الفجير وكزبرة البئر يبقى كده السلخصيات نلخصهم في كلمة كاف الكاف يعني كزبرة البئر والفيه هو الفجير والاتنين مش بيتقسروا جنسيا لأنهم مش بيكونوا أزهار ولا سمار الطائفة التانية من النباتات الوعائية هي طائفة معراط البزور أو المخروطيات اسمها معراط البزور علشان البيزر بتاعها لا عندوش غلاف سمري واسمها مخروطيات علشان ما عندهاش أزهار وبدل الأزهار دي عندها مخاريط والمخاريط دي عبارة عن تركيب على شكل المخروط فبيكون في منها مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنسة يعني بتتقسر جنسيا فبا كده اسمها نباتات مخروطية لا زهرية علشان عندها مخاريط بدل الأزهار ومعظمها بيكون أشجار والأوليين منها بيكون شجيرات صغيرة على عكس السرخصيات اللي بيكون معظمها أعشاب والأوليين منها بيكون شغيرات واشجار طيفة معراط البزور أوراقها بتكون شبه الإبرة فبنقول عليها إبريت الشكل ومن أشهر أمثلة النباتات معراط البزور عندنا نبات السومبر الطائفة الثالثة في النباتات الوعائية هي طائفة مغطات البزور أو النباتات الزهرية مغطات البزور علشان البزر بيكون متغطي بغلاف سامري اللي هي السومر يعني ونباتات زهرية لأنها بتكون أزهار والأزهار دي بتتحول بعد كده إلى سمار وهي نباتات أرضية بيكون لها سقان وعوراق وجزور وطائفة مغطات البزور بتتصنف إلى طوائفتين بعد كده الطوائفة اللي هو المستوى التصنيفي اللي بيكون تحت الطائفة مباشرة فبتتصنف طائفة النباتات الزهرية إلى طوائفتين طوائفة زوات الفلقة الواحدة يعني فلقة واحدة وطوائفة زوات الفلقتين من اسمها هنا البزرة بتكون فلقة واحدة إنما هنا بتكون فلقتين شبع بعض زي ما بنقول كده فولة وتعسمت نصين الفلقة الواحدة زي الضرة كده البزرة بتبقى فلقة واحدة بس إنما الفلقتين زي الفول بيكون فيه نصين شبع بعض بالضبط بالنسبة للأزهار في الفلقة الواحدة المحيطات الزهرية بتكون سلاسية أو مضاعفتها المحيطات الزهرية النهية الورع الصغيرة اللي بتقطفها ونتعمال بتقول بتحبني لما بتحبنيش وكذا يعني في الفلقة الواحدة ممكن يكون 3 أو 6 أو 9 أو أضعفهم إنما الفلقتين المحيطات الزهرية بتكون ربعية أو خماسية أو مضاعفتها ممكن تكون 8 وممكن تكون 10 يبقى لو عاك نبات المحيطات الزهرية فيه 16 مثلا يبقى كده من مضاعفات الرقم 4 يعني من زوات الفلقتين بالنسبة للأوراق في نبات الفلقة الواحدة التعرق فيها بيكون متوازي يعني العروء اللي بتكون في الورغة بتكون متوازية مع بعضها إنما في الفلقتين العروء بتكون شبكة وبتكون جير متوازية مع بعضها وبالنسبة للصاق في النبات اللي بتكون من فلقة واحدة حزم من النسجة الوعية بتكون مضعترة وبالتاني بيصعب علينا دراسة حزم الانسجة الوعية في النبات ذات الفلقة الوحدة انما في النبات اللي بتكون من فنقتين حزم الانسجة الوعية بتكون مترتبة فحلا وده بيسهل دراستها وبالنسبة للجزور، النبات الفلقة الوحدة جدره بيكون ليفي ومتشاعب انما الجزور النبات الفلقتين بتكون وتدية وقوية ومن أمثلة نبات الفلقة الوحيدة عندنا الأمح والدرة والبصل والموز والصبار والنخيل والزنبك النبات من أمثلة النبات الفلقتين عندنا البسلة والفول والقطن والورد والبرتغان وبكده نبقى خلصنا مملكة النباتات لو أعجبكم الفيديو ما تنسوش تعبيروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي جاية بعد كده وما تنسوش تدخلت في الرجوع على حل كتاب الانتحان على القناة التانية اللي باسم أحمد شريف وهكد وصلنا للغبطة ده لما كنتش تلغبطت أصلا في الدروس اللي قبل كده في التصنيف لكن في مملكة الحيوانات احنا كده وصلنا لكمة النغبطة بس إن شاء الله مع الفيديو ده وكمان فيه فيديو تدريب على الدرس ده فكرته حلوة واتغجبك بعد ما تخلص الفيديو ده هسيب لك لينك فيديو تدريب علشان تثبت المعلومات كمان وكمان في وصف الفيديو ده علشان تعرفوا إن أنا مش مؤثر معكم في حاجة يا أولى سنوي شاركوا بقى الفيديوهات دي مع أصحابكم وعملوا لايك علشان الفيديوهات دي تنتشر كمان وكمان والكل يستفيد مملكة الحيوانات هي المملكة الخامسة والأخيرة وأكيد أكيد يعني هنستنتج الخاص العامة اللي فيها زي مثلا أكيد كل الحيوانات حققية النواة وهو أصلا مفيش أوليات نواة غير في مملكة البدايات بس كمان غير كده كل الحيوانات عديدة الخلايا كلها كلها أيوة فعلا كلها يعني النباتات كانت كلها لا النباتات كانت معظمها لأن كان في منها وحيد الخلية زي مثلا تخلق الكريميدومونس الحيوانات كمان بتتحرك يا جدع أو الله بس معادة حاجة واحدة بس وهي المساميات هنعرفها دلوقتي الحيوانات بتستجيب بسرعة للمؤسرات الخارجية طب من النباتات كمان بتستجيب برضو فعلا النباتات بتستجيب والحيوانات بتستجيب ولكن الحيوانات استجابتها بتكون أسرع بالنسبة للتقاصر معظم الحيوانات بتتقاصر جنسيا لأنه بيكون في منها خنسة والخنسة يعني زكر وأنسة في نفس الوعد وكمان بيكون في منها كائنات منفصلة الجنس أو وحيدة الجنس يعني الكائن اللي بيكون الزكر لوحده والأنسة لوحدها وبالتالي معظم الحيوانات بتتقاصر جنسيا شعب مملكة الحيوانات بتنقصر من فقريات من اسمها يعني عندها عمود فقري ولا فقريات برضو من اسمها ما عندهاش عمود فقري مملكة الحيوانات بتتصنف لتسع شعب تسع شعب تسع شعب وهنزكرهم كلهم التسع شعب أيوة فعلا التسع شعب بعد الفيديو ده انا عارف ان انت هتقرأ رقم تسعة المهم التسع شعب كالقاتي اول شعبة هي شعبة المساميات والشعبة التانية هي شعبة اللاسعات يبقى كده معانا المساميات واللاسعات وبعد كده تلاتة دال يعني تلاتة دال يعني تلاتة شعب بتبدأ بحرف الدال شعبة الديدان المفلطحة وشعبة الديدان الاسطونية او الديدان الخيطية وشعبة الديدان الحلقية وبعد كده كلمة مرشح الميم شعبة مفصليات الأرجل والراه شعبة الرخويات والشين شعبة شوكيات الجلد والحا هي شعبة الحبليات من غير تفاصيل كتير يلا نبدأ في أول شعبة وهي شعبة المساميات أو السفنجيات اسمها السفنجيات علشان جسمها بيكون فيه مسام أو فتحات فيبقى كده شبه السفنج ومنها مثلتها حتى اسمه حيوان السفنج والسفنجيات معظمها يعني الكتير منها بيعيش في المحيطات والبحار والأولي منها بيعيش في الميا العزبة يعني كده أكتر السفنجيات بيعيش في الميا الملحة في البحار والمحيطات والأولي منها بيعيش في الميا العزبة والمساميات فيه منها بيكون بيعيش لوحده يعني بيعيش بشكل منفرد أو في مستمرات ده غير كمان أنه بيكون تركبها بسيط وبتكون عديمة التماسل يعني لو جبت قطعة وقطعة من النص كده هللاحظ ان النصين مش شبه بعض فيبقى كده غير متمثلين فيبقى كده حيوان زي حيوان الاسفنجي اللي بينتمي لشعبة الاسفنجيات هو عبارة عن حيوان بسيط التركيب غير متمثل الاسفنجيات هي الشعبة الوحيدة الغير متحركة وبتعيش متثبتة على الصفور طيب طماما غير متحركة ليه ما يتمش تصنيف المساميات في مملكة النباتات لان النباتات طبعا غير متحركة بص الاسفنجيات بتتصنف الحيوانات بالرغم من انها غير متحركة لأربع أسباب أهمهم هو ان ما عندهاش جدار خلوي وإحنا عارفين ان كل النباتات عندها جدار خلوي والجدار الخلوي بتاع النباتات كمان بيتكون من السلولوز كمان الاسفنجيات بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتصنع غزائها بنفسها وده عكس اللي بيكون موجود في النباتات اللي بتكون ذاتية التغذية وكمان الاسفنجيات متعددة الخلايا وبيكون فيها عدد أنيل من الخلايا المتخصصة الاسفنجيات بتتنوع في شكلها فبيكون في منها الأنبوبي إنه هو شكل الأنبوبة أو في منها القروري اللي بيكون شبه الأولة وبتكون الاسفنجيات مجوفة من الداخل يعني بيكون فيها تجويف داخلي وبيكون عندها جدار مش جدار خلوي هو جدارها زي الجلد مثلاً كده في الإنسان الجدار ده بيكون مدعوم بهيكل من الشوكيات أو الألياف وبيكون فيه صقوب أو قنوات علشان كده اسمها الاسفنجيات أو المساميات التجويف بتاع المساميات بيفتح في فتحة كبيرة الفتحة دي بتكون موجودة في الأعلى ويسمها الفويها يعني جاية من كلمة فوها يعني فتحة معظم الاسفنجيات بيكونوا خناس يعني كائنات مذكرة ومؤنسة في نفس الوقت يعني بتكون غير مقصمة جنسياً أو غير ممفصلة جنسياً يعني غير وحيدة الجنس كل ده معناها خناس معظم الاسفنجيات بيتكسر جنسياً بالأمشاج الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنسة اللي هي الحيوانات المنوية والبيضات وبيتكسر برضو لا جنسياً بالتبرعم والتجدد التبرعم هو لما يطلع منه كده جزء صغير الجزء ده بيكون اسمه البرعم بيكبر لحد ما يكون كائن كامل منفصل والتجدد زي اللي بيحصل في نجم البحر لما بيطقطع لحتة كل حتة بتجدد لوحدها وبتكون جسم كامل فيبقى كده الاسفنجيات بتتكسر جنسياً بالأمشاج ولا جنسياً بالتبرعم والتجدد وأشهر أمثلة المساميات أو الاسفنجيات هو حيوان الاسفنج الشعبة التانية في مملكة الهيوانات هي شعبة اللاسعات اللاسعات هنلاقيهم في كلمة شقة الشين هو شقيق النعماء والقاف هو أنديل البحر والهي هي الهايدرا اللاسعات خلاياها مع بعضها بتكون طبقتين من الأنسجة طبقة داخلية وطبقة خارجية الطبقة الخارجية بيكون فيها خلايا اسمها الخلايا اللاسعة طيب اللاسعات ليه بيكون عندها خلايا لاسعة؟ أكيد طبعاً علشان تدافع عن نفسها وكمان علشان تصداد فرستها يعني كده اللاسعات دي زي شقيق النعمان وأنديل البحر والهيدرا هي عبارة عن كائنات مفترسة يعني غير ذاتية التغذية نطبعاً عارفين إنه أي كائن معنا في مملكة الحيوانات هو غير ذاتية التغذية ولكن اللي بيميز اللاسعات هي إنها مفترسة بتدافع عن نفسها وبتصداد فرستها عن طريق خلايا في الطبقة الخارجية اسمها الخلايا اللاسعة وبيكون عندها فم حوالي مجموعة من الزوائد أو الامتدادات اسمها اللوامس وكمان بيكون عندها تجويف اسمه التجويف الوعاي المعيد واللاسعات لا يوجد بها رأس تاني اللاسعات لا يوجد بها رأس اللاسعات لا يوجد بها رأس ويسمها بيكون متماثل شعاعي يعني متماثل شعاعي يعني شبه البتزا كده لما بتقطعها كل حتة بتكون شبه اللقصاتها وده اسمه تماثل شعاعي وبالنسبة للمعيشة بعظمها بيكون بحري يعني بيعيش في المياه بشكل منفرد أو بيعيش في مستعمرات فيبقى كده شعبة اللاسعاد عندها خلايا لاسعة ولوامس علشان بتدافع عن نفسها وبتصداد فرستها وعندها تجويف وعاعي معدي وبتكون زي التماثل شعاعي شبه البتزا وهنلاقيهم في كلمة شقة شقيق النعمان وأنديل البفر والهايدرا خلصنا كده من شعبة المساميات وشعبة اللاسعاد نافض بعد كده التلاتة دال وهي شعبة الديدان المفلطحة وشعبة الديدان الاستوانية أو الخيطية وشعبة الديدان الحراقية كل واحدة منهم اسمها بيوصف شكلها الديدان المفلطحة أكيد علشان مفلطحة زي دودة البلاناريا ودودة البلهاريسيا والدودة الشبيطية والديدان الاستوانية أو الخيطية علشان بتكون شبه الخيط أو الاستوانة زي دودة الفلاريا ودودة الاسكارس والديدان الحلقية علشان جسمها بيكون متقسم لحلهات زي دودة الارض اللي احنا عارفينها باسم الطعم ودودة العلق الطبي الديدان دي بيتلغبطنا في معاشتها بس تعال كده ناخدهم واحدة واحدة يعني كلمة معيشة المعيشة دي عمتا ممكن يكون الكائن ده متطفل وممكن يكون حر المتطفل ده يعني بيعيش وبيعتمد على كائن تاني عايش والحر ده مش بيعتمد على حد مش شرط يكون ذات التغذية او غير ذات التغذية المهم انه مش بيعتمد على حد في غزاؤه بس طبعا الحر في الحيوانات هو بيكون غير ذات التغذية ولكنه حر يعني مش بيعتمد على كائن تاني في غزاؤه الديدان المفلطحة معظمها بيكون متطفل مش بس كده ده بتكون متطفلة على كائنين يعني بتعيش وبتتغزك جوه كائنين زي مثلا البلهاريسيا البلهاريسيا بتتطفل على الانسان ولما بتخرج بين الإنسان بتتطفل على كائن تاني المهم إن الددان المفلطحة معظمها بيكون متطفل فيبقى الأولي المنى حر تعالا بعد كده للددان الأسطوانية 50-50 بعضها متطفل وبعضها حر تعالا بعد كده للددان الخلقية اعكس اللي بيحصل في المفلطحة فيبقى معظمها حر والأولي المنى بيكون متطفل حلوة الحتة دي إرجعتها بقى تاني نيجي بعد كده للجنس نفس الفكرة في الددان المفلطحة معظمها بيكون خناس يعني خنسة اللي هو ذكر ونسى في نفس الوقت فيبقى الأولي المنى وحيد الجنس في الددان الأسطوانية كلها بتكون وحدة الجنس يعني منفصلة الجنس في الددان الحرقية عكس المفلطحة بعضها بيكون وحيد الجنس والأولي المنى بيكون خناس تعالا بقى نقول كل شعبة لوحدها أول شعبة هي الددان المفلطحة اسمها كده علشان عريضة ومفلطحة زي البلاناريا والبلعريسيا والددان الشرطية معظمها بيكون متطفل على كائنية والأليل منها بيكون حر بيكون لها راس وزاد تماثل جانبي يعني لو أسمناها النصين النصين هيطلعوا شبه بعض فبنقول على الحالة دي تماثل جانبي وبالنسبة للجنس معظمها بيكون خناس والأليل بيكون وحيد الجنس الددان اللي بعد كده هي شعبة الددان الاسطوانية أو الخيطية علشان بتكون شبه الخيط زي الفلارية ودودة الاسكارس بعضها بيكون حر والبعض التاني بيكون متطفل وكلها بتكون وحيدة الجنس شعبة الددان الاسطوانية بتكون مدببة من الطرفين زي الإبرة كده اللي بتكون مدببة من النكيتين وبتكون غير مقسمة يعني جسمها مش بيتقسم لقطعة وبيكون عبارة عن قطعة واحدة وبرضه بتكون زي التماسل الجانبي زي الددان المفلطحة إنما اللي بيميز الددان الاسطوانية هو إن بيكون ليوم قناة حضمية بتبدأ بالفم وبتنتعي بالشار وحجمهم بيكون صغير ما نقدرش نشوفه بيونة المجردة ولازم يكون في مجهر وممكن كمان حجمهم يوصل للمتر ومن أمثلة الددان الاسطوانية قلنا الفلارية اللي بتعيش متطفلة على الأوعية اللنفوية في الإنساء وبتعيش جواها وبتبيض وبتفقس وبتسدها وما بتخليش اللنف يمشي في طريق عادي فلما بتتجمع في اللنف بتسد لوعية اللنفوية فبيكبر حجم الرجل ولما بتكبر حجم الرجل بتسبب مرض اسمه دا الفيل النوع الثاني من الاسطوانية هو دودة الإسكارس اللي بتتطفل برضو على الإنسان وبتعيش في القناة الهضوية الددان الثالثة هي الددان الحلقية اسمها حلقية علشان جسمها بيتقسم لحلقات وبتتحرك عن طريق مجموعة من الانكباضات والانبساطات للحلقات دي يعني الوسيلة الاساسية لحركة الددان الحلقية هي انكباض وانبساط الحلقات اللي جسمها بيتكون من حلقات وكمان بنستنتج اللي جسمها كده بيكون مقسم قلنا معظمها بيكون حر زي دودة الأرض اللي هو الطعم اللي بنستطبي السمك ودودة الأرض بتعيش في أنفات في الطربة وبتهويها وبتزود من خصوبتها يعني كده كل ما تزيد ديدان الأرض في الطربة بتزود من تهويتها وبتزود من خصوبتها والقليل من الديدان الحلقية بيكون متطفل زي دودة العلق الطبي اللي بتعيش متطفلة اللعاب بتاع دودة العلق الطبي بيكون في مواد طبية مهمة بتعالج دي الأوعية الدموية والتهاب الوزن الوسطى علشان كده بيكون في ناس بتحطها على جلدها علشان تلسعها وتعالجها ديدان الأرض بتحتوي على حاجة اسمها الأشواج بتكون موجودة على السطح الداخلي للجلد بتساعدها في الحركة ولما ما يكونش الأشواج دي موجودة بتصعب حركة الديدان نيجي بعد كده للشعبة الستة وهي شعبة مفصريات الأرجل بتتصنف شعبة مفصريات الأرجل إلى أربع طواف وهم طائفة الكشريات وطائفة العنكبيات وطائفة الحشرات وطائفة متعددة الأرجل بيتم تصنيف شعبة مفصريات الأرجل لأربع طواف حسب عدد الأرجل وبالتالي الطواف دي مع بعضها بتختلف عدد الأرجل لكن كلهم جسمهم بيكون مقصم يعني بيتقسم لأجزاء أو بنقول عليها عقن وبتتقسم برضو المناطق وكمان بيتم تغطيتهم من الخارج بهيكل خارجي يعني كلهم برضو بيكون عندهم هيكل خارجي أول طائفة معنا هي طائفة الكشريات اسمها الكشريات علشان جسمها بيتغطى من الخارج بكشرة كايتينية أيوة الكايتين اللي هو كان موجود في جدار الفطريات الكشريات دي بتعيش في البحر زي مثلا الاستكوزا والجنباري والكابوريا اللي معروفة باسم سرطان البحر وبالتالي لما بيجوا تنفسوا بيتنفسوا عن طريق الخياشي وهم الطائفة الوحيدة اللي بتتنفس عن طريق الخياشي وعينهم بتكون مركبة يعني العين بتتكون من أكتر من عدسة لكن العين البسيطة اللي هي عكس المركبة بتتكون من عدسة واحدة بس زي ما هنشوف في العنكبيات الكشريات جسمها بيتأثن لمنطقتين منطقة اسمها رس صدر ودي منطقة على بعضها اسمها رس صدر يعني الرس والصدر مع بعض بيكونوا منطقة واحدة والمنطقة التانية هي منطقة البطل فهي بكده الكشريات جسمها بيتكون منطقتين منطقة اسمها رس صدر ومنطقة اسمها بطل تاني طائفة معنا هي طائفة العنكبيات زي العنكبوت والعارب الجسم برضو بتكون من منطقتين رس صدر وبطل وبتكون وحيدة الجنس وعينها بتكون بسيطة يعني بتتكون من عدسة واحدة وده طبعا على عكس الكشريات العنكبيات بيكون لها أربع أزواج من الأرجل وقلنا إن عدد الأرجل هو المعيار الأساسي اللي على أساسه بيتم تصنيف شعبة مفصليات الأرجل إلى أربع طواف العنكبيات عندها أربع أزواج من الأرجل وبتتدفس عن طريق الكسيبات الهوائية والرئاد الكتابية وكل الطوافة عمتا بتتنفس عن طريق المفصليات الهوائية مع عدد الكشريات علشان هي اللي بتكون عايشة تحت المية وبالتالي بتتنفس عن طريق الخياشين بعد كده تالت طايفة وهي طائفة الحشرات ودي أسهل طايفة معنا لإن إحنا أخدناها قبل كده في المفتاح التصنيفي جسمها بيتكون من ثلاث مناطق راس وصدر وبطن وعندها ثلاث أزواج بس من الأرجل على عكس العنكبيات اللي بيكون عندها أربع أزواج من الأرجل وممكن تكون ما عندهاش أجنحة زي النملة وممكن تكون عندها أجنحة فبنقول عليها ذات أجنحة والأجنحة دي ممكن تكون زوجين زي الفراشة والرعاش وممكن تكون زوج واحد زي الزباب والبعودة والحشرات بيكون عندها زوج من العيون المركبة يعني اللي بتتكون من أكتر من عدسة زي مثلا اللي موجودة في الكشريات وكمان بتحتوي على حاجة مميزة اسمها قرون الاستشعار فبيكون عندها الزوج من قرون الاستشعار وطبعا طائفة الحشرات بتتنفس عن طريق وصائبات الهوائية ومن أمثلتها عندنا النحن والقراض والنمل والصراصير والرعاش والزباب المنزلي والبعود والفراشات نجي بعد جالة طائفة الرابعة والأخيرة من طائفة مفصليات الأرجل وهي طائفة متعددة الأرجل وطبعا من اسمها بنستنتج ان هي أم 44 واسمها كده علشان عندها 44 رجل وجسمها بتكون من المنطيتين منطيت الراس ومنطيت الجزع ومنطيت الجزع بتكون مقصمة لعدد من العقل وبيكون طبعا لها العديد من الأرجل على حسب اسمها وطبعا بتتنفس عن طريق القصائبات الهوائية نجي بعد كده للشعبة السابعة وهي شعبة الرخويات والشعبة رقم 8 وهي شعبة شوكيات الجل الرخويات معظمها بيعيش في المية الملحة وبعضها بيعيش في المية العزبة والأولي منها بيعيش على الأرض زي مثلا الكوقع الصحراوي ومن أمثالتها برضو المحار والأخطوط أجسامهم بيكون فيها رأس صغير وبعض الرخويات بيكون معندهاش رأس لكن شوكيات الجلد بيكون معندهاش رأس وجسمها بيكون مستدير زي مثلا كونفوز البح أو ممكن يكون جسمها سطواني زي مثلا خيار البح أو ممكن يكون جسمها نجمي زي مثلا نجم البح المشترك ما بين الرخويات وشوكيات الجلد هو أن أجسامهم مش بتكون متأسمة زي مثلا من اللي بيحصل في مفصليات الأرجل اللي بتكون أجسامهم متأسمة في اللي بيكون متأسم لمنطقتين وفي اللي بيكون متقسم لثلاث مناطق الرخويات بتتحرك بواسطة جزء عضلي شبه القدم فبنقول عليه اسم القدم وعندهم عدو شبه اللسان بيكون فيه صفوف من الأسنان اسمه السفن أو المفتاة وده بيساعد في عملية التخزية والرخويات بتتغطى بنسيق جلدي مهم اسمه البرنوس وبيكون عندهم أصداف كالسية يعني عبارة عن كالسم بتكون أصداف شبه العضم كده بتلاحظ وجودها في المحارب والقوقع بتكون موجودة في الخارج وأغلب الرخويات بتكون وحيدة الجنس إنما الأولي منها بيكون خناس نيجي بعد كالشوكيات الجلد بيكون عندها هيكل داخلي صلب زي مثلا نجم البحر ودي حاجة بتخليه قريف في صفاته للفقريات علشان عندهم هيكل داخلي وسيلة الحركة بتختلف في شوكيات الجلد فعندنا مثلا نجم البحر بيتحرك بوسطة الأزراء وكنفز البحر بيتحرك بوسطة الأشواك وخيار البحر بيتحرك بوسطة حاجة شبه الممصات كده اسمها الأقدام الأنبوبية شوكيات الجلد اسمها كده علشان خاطر جدارها بيحتوي على أشواك وصفائح كالسية يعني صلبة بتتكون من الكالسم واللي بيميزهم إنه بيكون ليهم جانبين جانب بيكون فيه الفم فيبقى اسمه الجانب الفمي والجانب التاني ما بيكونش فيه فم فبيبقى اسمه الجانب اللافمي وآخر حاجة هو إن شوكيات الجلد كلها بتكون محيدة الجنس وبتتقاصر جنسيا بالأمشاج ولا جنسيا بالتجدد وهقد وصلنا لمسك الختام آخر درسي في الترمي الثاني لطلبة أولى سنوي أتمنى لكم كلكم درجات كويسة جدا ويا رب كلكم تأفلوا المادة النهاردة إن شاء الله معنا درس تابع مملكة الحيوان معنا آخر شعبة وهي شعبة الحبليات والكائنات اللي هندرسها النهاردة هي أرقى الكائنات اللي بتكون موجودة في المملكة الحيوانية يعني شعبة الحبليات هي اللي بيكون فيها أرقى حيوانات المملكة الحيوانية والأطفال أو الأجنة يعني الأطفال الصغيرين اللي في شعبة الحبليات بتتميز بأنها عندها تركيب هيكلي موجود نحية الظهر اسمه الحبل الظهري وممكن يكون موجود طول حياة الحيوان ده أو ممكن يتحول بعد كده للعمود الفقري في معظم الحبليات شعبة الحبليات بتتصمف لعدة شعايبات طبعا احنا عارفين من بداية التصنيف إن الشعبة اللي تحتها بيكون تحت الشعبة بنقول عليه شعايبة فبقى كده شعبة الحبليات اللي تحتها بنقول عليه اسم شعايبات وطبعا أهم شعايبة فيهم هي شعايبة الفقريات في شعايبة الفقريات الحبل الظهري اللي قلنا عليه بيكون موجود في الظهر بتاع الجنين ده بيظهر في المرحلة الجنينية ولكن مع النمو الجنين بيتم استدال الحبل الضاردة بالعمود الفقري واللي بيكون محيط بالحبل الشوكي وطبعا الحبل الشوكي ده عضو مهم في جسم الإنسان وبالتالي بيحتاج إنه هو يتم يحطه بدسيق عظمي كوي زي مين زي العمود الفقري أهم ما يميز الفقريات هو إنه بيكون عندها هيكل داخلي والعيكل ده بيتكون من العمود الفقري والجنجمة طبعا اللي بيكون جواها المخ والأحزمة والأطراف الأطراف اللي هو الطرف العلوي اللي بيتمثل في الإيدين اليمين والشمال وبرضو الرجلين الرجل اليمين والرجل الشمال وطبعا الأحزمة هي اللي تربط الأطراف في العمود الفقري سواء كان الطرف العلوي أو الطرف السوفي وبرضو الفقرات بيكون عندها جهاز دوري والجهاز الدوري ده بيتكون من قلب عديد الحجرات والحجرات دي اللي هو الوزين الأيمن والبطين الأيمن والوزين الأيصر والبطين الأيصر وكمال الجهاز الدوري بيتكون من نوعية دموية بتكون مع بعضها حاجة اسمها دورة دموية والدورة الدموية دي بتكون مغلقة وأهميتها طبعا لأنها بتغذي كميع أعضاء الجسم بالأكسجين والمواد الغذائية نجيب على كده للفقريات والاتزان الحراري الفقريات اللي عندنا بتنقسم إلى نوعين فالقريات بتكون زوات دم حار يعني اللي بتحكم في درجة حرارتها بيكون داخليا فبنقول عليها داخلية الحرارة وحيوانات تانية بنقول عليها زوات الدم البارد واللي بتحكم في درجة حرارتها بيكون الوسط الخارجي فبقول عليها زاد حرارة خارجية الحيوانات زوات الدم الحار زي الطيور والساديات واللي بيميز الطيور والساديات هو ان درجة حرارتها مش بتتغير تغير كبير مع تغير درجة حرارة الوسط المحيط والحيوانات دي بتستخدم الطاقة اللي بتستمدها طبعا من الغزاء علشان تحافظ على درجة حرارة أجسامها سبتة علشان كده بنقول عليها داخلية الحرارة إنما الحيوانات زوات الدم البالد زي الأسماك والبرمائيات والزواحف الحيوانات دي مش بتقدر أن هي تنظم درجة حرارة أجسامها ولكن بتتغير تبقى للبيئة المحيطة بيها من الخارج علشان كده بنقول عليها خارجية الحرارة شعابة الفقريات بعد كده بتتصنف لعدة طواف نبدأ بحاول طائفة معنا وهي طائفة الأسماك اللافكية ومن اسمها يعني اسماك ما عندهاش فك ومن أمثلة الأسماك اللافكية عندنا اسماك 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 اللامبري وأسماك اللامبري طبعا من الفقريات فبيكون عندها عيكل داخلي بس العيكل الداخلي بتاعها بيكون غضروفي يعني عبارة عن غضروف والغضروف ده معروف بأنه عبارة عن السيج ضم ولكن بيكون أقل صلابة من العطم نفسه كنا أخذين طبعا في الترمي الأولين الفرع ما بين الغضروف والعظام فالغضروف هو عبارة عن نسيق ضم ولكنه أقل صلابة من 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 العظام بالنسبة لجسم الأسماك اللافكية هو جسمها بيكون استواني ورفيع وبيكون شبه صعبان السمك وفما بيكون دائري شبه الأمع ومزود برسان خشل وأسنان عديدة يعني فيها أسنان كتيرة وما بيكونش عندها فك عشان كده بنقول عليها الأسماك اللافكية وبالنسبة للزعانف فعندنا الأسماك اللافكية ما عندهاش زعانف زوجية وطبعا بالنسبة لطريق تغذيتها هي بتتغذى بالتطفل بتكون متطفلة عن طريق إن هي بتلتصج بالأسماك الكبيرة عن طريق فمها وبتثبت نفسها بالأسنان وبتقعد تنهش في لحم الأسماك بالسانها الخشن اللي بيكون شبه المبرض طبعا هي بتنهش في اللحم ده علشان كطر هي ما عندهاش فك تقدر إن هي تمضغ بي وبالتالي بتلجأ لطريق النهش فهي من حيث طريق تغذيتها فهي بتكون متطفلة الطائفة اللي بعد كده هي طائفة الأسماك الغضروفية وبيكون معنا الطائفة اللي بعدها هي طائفة الأسماك العظمية وهنجيبها في طريق المكرمة ما بينهم الأسماك الغضروفية من اسماء العيكل بتاعها بيكون غضروفي زي عندنا سمكة القرش وسمكة الراي والأسماك العظمية طبعا من اسماء الهيكل الداخلي بتاعها بيكون عظمي زي سمك البلتي وسمك البوري سمك القرش بنشوفه في المية الملحة بس وسمك الراي برضو نفس الفكرة بنشوفه في المية الملحة بس يعني بيغيش في مية البحار إنما السمك البلتي وسمك البوري بنقدر نحن نشوفه في المية الملحة والمية العزبة علشان كده بيقدر يعيش في البحار والمحيطات وميت التالع اللي نحن بنشوفها الأسماك الغضروفية جسمها بيكون متغطي بكشور شبه الأسنان إنما الأسماك العظمية جسمها بيكون متغطي بكشور عظمية الفم في الأسماك الغضروفية بيكون ناحية البطن فبنقول عليه فم بطني وبيكون طبعا مزود بفكين وبيكون عنده عدة صفوف من الأسنان بتساعتها على الأفتراس إنما الفم في الأسماك العظمية زي سمك البولت والبوري بيكون في مقدمة الفم ودي حاجة بتميز لنا الأسماك العظمية على الأسماك الغضروفية زي برضو الهيكل الداخلي بالنسبة للزعانف الزعانف في الأسماك الغضروفية بتكون زوجية فقط يعني بيكون عنده زعانف زوجية واحد في الناحية اليمين يبقى أصاد واحد في الناحية الشمال إنما الأسماك العظمية الزعانف ممكن يكون فيه زوجية وممكن يكون فيه فردية يعني ممكن للا واحد في الناحية اليمين ومعندوش واحد في الناحية الشمال وكذا نيجي بعد كده للفتحات الخيشومية والمسانة الهوائية بص بالنسبة للخيشين طبعا دي أسماك سواء كانت الغضروفية أو العظمية بتعيش في الميا إذا بتتنفس عن طريق الخيشين والخيشين دي بيكون لها فتحة فالفتحات الخيشومية ممكن تكون مغطاة فبنقول عليها عندها غطاء خيشومي وممكن تكون غير مغطاة فبنقول ما عندها جغطاء خيشومي المهم علشان نحفظها الأسماك الغضروفية عند الفتحات الخيشومية نعمل علامة X والمسانة الهوائية برضو علامة X يعني كده سمكة القرش وسمكة الراي ما عندهاش غطاء خيشومي وما عندهاش مسانة هوائية على عكس طبعا الأسماك العظمية نعمل عليه ومصاحب بالنسبة للاتنين عندهم غطاء خيشومي وعندهم مسانة هوائية وطبعا المسانة الهوائية دي بيعبارة عن كيس كده بيكون جواه هوا بيساعتها على العوم فطبعا احنا بنستنتج أو بنحفظ المعلومة دي ازاي أن الأسماك الغضروفية هيكلها غضروفي والأسماك العظمية هيكلها عظمي مين الأتل؟ الأتل طبعا هو العظم طيب مين اللي يحتاج الأكياس الهوائية أو المسانة الهوائية علشان تساعتها على العوم؟ طبعا الأتل اللي هو الأسماك العظمية زي البلطي والبوري بالنسبة للأجناس الأجناس بتكون منفصلة في الأسماك الغضروفية وبرضو بتكون منفصلة في الأسماك العظمية إلى أجناس منفصلة يعني الزكر لوحده والأنسة لوحدها يعني بفيش حي يسمعها خنسة الاثنين بيختلفوا عن بعض في التلقيح فعندنا سمكة القرش والرهي اللي هي لنا سمكة غضروفية التلقيح بتاعها بيكون داخلي يعني الزكر بيتعين عليه إدخال الحيوانات المنوية إلى داخل الأنسة فعملول على التلقيح ده تلقيح داخلي إنما لأسماك العظمية التلقيح بتاعها بيكون تلقيح خارجي الطائفة اللي بعانها بعد كده هي طائفة البرمائيات البرمائيات زي الضفدع والسلمندر وأهم ما يواجز البرمائيات هي أنها طبعا من زوات الدم البارد يعني حرارتها بتكون خارجية جسم البرمائيات بيكون مغطى بجلد راتب غدي والأطراف بتاعتها بتكون أربعة في خمسة يعني أربعة في خمسة يعني بيكون عندها أربع أطراف وكل طراب بيكون فيه خمس أصابق البرمائيات مسمعش برمائيات علشان خطر بتقدر تعيش في الموية واليابسة في نفس الوقت ولكن اسمها برمائيات لأنها بتمر بمرحلتين أول مرحلة اسمها الأطوار الجنينية يعني الجنين الصغير الجنين الصغير بيعيش في الموية وبالتالي بيتنفس عن طريق الخياشيم ولما بيكبر بيدخل على الأطوار اللي بعد كده واللي اسمها الأطوار اليافعة أو الأطوار البلغة والأطوار البلغة في البرمائيات بتعيش على اليابسة علشان كده بتتنفس الأول جوي عن طريق الرئات أو الجلد وبالنسبة للأجناس طبعا الأجناس المنفصلة والطلقيح بتاعها بيكون طلقيح فارجي علشان الناس بتحط البيت في المية وطبعا قلنا من أمثلة البرمائيات هو الضفضع والسلمندر نجي الطائفة اللي بعد كده وهي طائفة الزواحف الزواحف زي التمساح والسلحفة والسحلية والحرباية والبرس والتعبان وكذا وطبعا الزواحف من زوات الدم البارد يعني خارجية الحرارة جسمها بيتقسم لأربع مناطق الراس والعلق والجزع والديل والزواحف جسمها بيكون متغطي بجلد جاف على عكس طبعا البرمائيات والجلد ده بيكون عليه حراشيف قرانية سميكة طبعا بيكون فيه برضو صفائح قرانية في بعض الأحيان بالنسبة للأطراف برضو أربعة في خمسة يعني أربع أطراف في خمس صوابع وكل صبع بينتهي بمخلاب قرانية وفي بعض الزواحف ما بيكونش عندها أطراف خالص فتتحرك بالزحف زي طبعا الصعباء بالنسبة للتنفس التنفس بيكون عن طريق الرئتين بيتنفسه الهواء الجوي والأجناس طبعا منفصلة والتوقيع في الزواحف بيكون داخلي على عكس البرمائيات اللي التوقيع فيها بيكون خارجي والأناس بتضع بيض بيكون عليه إشرة كالسية أو جلدية كالسية يعني بيكون شبه العظم كده بيكون عليه كالسم أو ممكن يكون جلدية طبعا عارفين الجلد وطبعا نقولنا من أمثلتهم تمساك والسحلية والحرباية والسلحفة والبرص والتعباء الطائفة اللي بعد كده وهي طائفة الطيور وطائفة الطيور مفعاش أي كلام جديد هي حيوانات من زوادة الدم الحار الجسم بتاعها طبعا طيور يبقى أكيد الجسم بتاعها بيكون متغطي بالريش والأطراف بيكون لها أربع أطراف الطرفين القدام اللي هم الجناحين طبعا فبنقول عليهم متحورين إلى جناحين وطبعا الجناحين علشان يساعدوهم على الطيران والطرفين الخلفيين كل منهم بينتهي بأربع أصابع يبقى اللي بيميز الطيور هو أن الطرفين الخلفين عندها بيكون في أربع أصابع وبتكون متزودة بمخالب كرانية المخالب دي بتساعتها على الحرقة على الأرض زي مثلا الدجاجة أو ممكن تساعتها على التسلق زي العصفور أو ممكن تساعتها على العوم زي مثلا البط أو ممكن تساعتها على الافتراض زي السائر والحداية وأكذا وطبعا الطيور بتتنفس عن طريق الرئتين والجنس بيكون طبعا منفصل والتلقيح بيكون داخلي والطيور بتتميز بأن بيكون عندها حاجة اسمها الملأمة الوظفية للطيران أو بنقول عليها ملأمة التركيب الداخلي للطيور عشان تقدر تقوم بعملية الطيران بنلاحظ أن عظام الطيور بيكون مجوف يعني بيكون فاض من الداخل علشان يخلي العظام حجمها خفيف وده بيساعد على الطيران برضو الطيور بيكون عندها حاجة اسمها عظمة القص اللي بتكون موجودة في مقدمة الصدر العظمة دي بتكون عريضة علشان تثبت العضلات الصدرية القوية علشان تتحرك إلى جنحة أثناء الطيران وبرضو أجسامها بتحتوي على أكياس هوائية بتعمل كمخازن لكميات إضافية من الهواء طبعا الأكياس الهوائية دي بتساعد على الطيران وطبعا من أمسلية الطيور عندنا العصفور والحمام والصقر والبط والدجاج والنعام والنسر وغيره نجي بعد كده لآخر طائفة معنا وهي طائفة الساديات وطبعا احنا قلنا أن الساديات من زوات الدم الحار يعني داخلية الحرارة والجسم بتاعة بيتكون من أربع مناطق الراس والعنق اللي هي الرأبة والصدر والبطن وطبعا كل الساديات الجلد بتاعها بيكون متغطي بالشعر والأطراف برضو بتكون أربعة في خمسة يعني أربع أطراف في خمس صوابع وممكن تكون مزودة بمخالب أو ممكن تكون متزودة بأضافر أو ممكن تكون متزودة بحوافر أو أخفاف زي الجمل وطبعا التنفذ بتاع الساديات بيكون عن طريق الرئات والأسلام بتكون متبينة فبيكون عندنا قواطع أو أنياب أو دروس والأجنس طبعا بتكون منفصلة أو وحيدة الجنس والتركيح بيكون داخلي كل الكلام ده مفهوش أي معلومات إضافية ولكن بعد كده طائفة الساديات بتنقسم إلى ثلاث طوايفات اللي هو تحت الطائفة أول طوايفة اسمها طوايفة الساديات الأولية وتاني طوايفة اسمها طوايفة الساديات الكيسية والطوايفة الثالثة ويسمع طوايفة الساديات الحقيقية أو المشيمية بالنسبة للساديات الأولية هنا بقى نلاحظ الدنيا غريبة شوية بمعنى أنه لا هي حيوان مش بيولد ولكنه بيضع بيد ومع ذلك بيرضع صغاره لأنه طبعا من السادياته بالتالي لازم يرضع الصغار فلما أقول لك مثلا كائن من الساديات يعني بيكون عنده فضة سادية ولا يستطيع أن يلد هتقول لي أنه هو بينتمي إلى طوايفة الساديات الأولية طبعا من أمثلته عندنا كائن اسمه خلد الماء أو مقار البط وكائن تاني اسمه كونفود النمل أو بيقول عليه اسم آكل النمل الشوكي ودي طبعا من طوايفة الساديات الأولية يعني ما بيقدروش أنهم يولدوا ولكنهم بيبيدوا في نفس الوقت بيكون عندهم غضية سادية علشان تردع صغرها وبيكون لها فتحة مجمعة بيخرج منها البول والبراز والبيت الطوايفة التانية هو طوايفة الساديات الكيسية ومن اسمها يعني بيكون عندها كيس بتولد فيها صغرها زي عندنا الكونغر أو الكنجار الصغر بتاعة الكونغر أو الكنجار وبتكون غير مكتملة النمو أو غير مكتملة التكوين وبالتالي بيتم وضعها داخل الكيس علشان يردها من خلال أزداء موجودة داخل الكيس وبيحافظ على الصغر لحد ما يكتمل نموه وهنا بيلاحظ أن الكونغر أو الكنجار ومن هنا بيلاحظ أن الكونغر أو الكنجار بيكون عنده حاجة اسمها الحضانة والحضانة دي بتكون مكان بيتحط فيه الأطفال اللي بتكون مولودها غير مكتملة النمو نجي بعد كده للتوايفة التالتة وهي توايفة الساديات الحقيقية أو المشيمية ودي طبعا طالما مشيمية يعني بتولد صغرها بتكون مكتملة النمو وبتردع لوم صغرها لبنا من أزداءها وطبعا كلها بتكون ساديات مشيمية وبتشمل الساديات الحقيقية العديد من الحيوانات وبيكون على رأسها طبعا الإنسان وبيتم تأسيم الطوايفة دي إلى عدة رتب وهم 11 معانا أول رتبة هي رتبة عديمة الأسنان رتبة عديمة الأسنان زي المضرع والكسلان ومن اسمها ما بيكونش عندها أسنان بس بيكون لها مخالب قوية ملتوية الرتبة الثانية هي رتبة أكلات الحشرات زي الكونفود اللي بيأكل يوم الحشرات وطبعا بيتغزع الحشرات وبتمتد أسنانه الأمامية في الفكين على شكل ملقاط علشان يقدر أنه يلتقط الفريسة الرتبة بعد كده هي رتبة أكلات اللحوم زي طبعا الأسد والنمر والديب والتعلب والكلب والقط وسبع البحر وبيكون لها أنياب طويلة ودبابة والدروس الأمامية بتكون حدة والخلفية بتكون عريضة علشان تضحن الأكل وبيكون لها مخالب قوية حدة وملتوية الرتبة اللي بعد كده هي رتبة الحيوانات الحافرية فردية الأصابع وكمان رتبة الحيوانات الحافرية زوجية الأصابع والاتنين بيتميزوا بأنهم أكلات العجب يعني الاتنين بيأكلوا العجب ولكن الفرق ما بينهم هو أن الحافرية فردية الأصابع بيكون عندها عدد فردي يعني واحد أو ثلاثة من الأصابع وبيكون عندها حافر قرني وأسنانها بتكون كبيرة في الحجن علشان تقدر أني تضحن الطعام طبعا زي الخرتيت والخيل والحمير وكمان الحمير الوحشية كل دي حيوانات حافرية فردية الأصابع إنما الحيوانات الحفرية زوجية الأصابع برضو بتكون أكلات العجب بس عندها عدد زوجي من الأصابع وبيغلى في كل صوع منها حافر كرني زي طبعا الأغنام والماعز والزرافة والغزلان والإبل نيجي بعد كهر رتبة الحوتية ونسمع زي الحوت وكمان معنا الدولفن وطبعا دي حيوانات مائية ضخمة بتغيش في البحار والمحيطات الطرفين اللي قدام بيتحوروا إلى مجديف علشان يساعدوها على العوم والطرفين الخلفيين بيتلاشوا يعني ما عندهمش أطراف خلفية ومروحة الزيل بتكون على شكل أفقي ودي حاجة بتميزه عن الكرش وبيتنفس الهواء الجوي بالرأتين على عكس طبعا الكائنات البحرية اللي بتتنفس عن طريق الخياشية والأجناص طبعا بتكون منفصلة والإناز بتلد وترضح صغرها علشان خاطر هم من السدييات وبرضو بالنسبة للفم الفم بيكون موجود في مقدمة الرأس الردبة اللي بعد كده هي ردبة القوارد والردبة اللي بعدها هي ردبة الأرنبيات اللي اتنين بيكون فيما بينهم صفات مشتركة وبرضو بيكون فيما بينهم صفات مختلفة ردبة القوارد زي الفار واليربوع والجرزان والسنجاب انما الأرنبيات من اسمعها زي الأرنب بالنسبة للقوارد الفك العلوي بيكون في زوج من القواطع والفك السفلي برضو بيكون في زوج واحد من القواطع لكن في الأرنبيات الفك العلوي بيكون في زوجين من القواطع والسفلي بيكون في زوج واحد من القواطع بالنسبة للقوارد الديل بيكون طويل من شكلها والأزن بتكون صغيرة لكن الأرنب بيكون الدل قصير والأزن طويلة بعد كده نيجي لردبة الخفاشيات زي طبعا الخفاش الخفاش ده من الساديات اللي بتقدر ان هي الطيور لأن أطرافه الأمامية متحورة لأجنحة ودي حاجة بتخليها تشابه مع الطيور بس الفرق هنا هو أنه بيحتوي على خمس أصابع على عكس الطيور اللي بتحتوي على أربع أصابع فقط وطبعا من أهم خصائص الخفاش هو أنه أساسا بينشط أصناء اللي بعد كده ردبة الحيوانات الخرطومية من اسمها طبعا هيجي في دماغنا الفيل الفيل بيكون عنده خرطوم عضل طويل والسنتين اللي بيكونوا فوق بيكونوا حاجة اسمها ناب الفيل ونيجي بعد كده لآخر ردبة وهي ردبة الرأسيات ودي طبعا بتكون أرقى الساديات زي عندنا القرد والليمور والغوريلا والشمبنزي والنسناس واللي على رأسهم خالص هو الإنسان الرأسيات بيكون عندها زوجين من الأطراف خمسية الأصابع والإبهام في الطرف العلوي بيكون بعيد عن باقي الأصابع علشان يقدروا أنهم يمسكوا أي حاجة بيديهم والمخ بيكون كبير والجاز العصبي بيكون متطور في الأنواع الراقية طبعا زي الإنسان وبكده نبقى خلصنا منعج أولى سنوي لو أعجبكم الفيديو وتنسيش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر